وانو انو انو هسا قاعد بتقول فيهم تافات ماليها معنا وحنعرس كم داك وبروح بالدم كم داك رغم الكم يعني الناس دي بتقي هنا لحاجة معينة ولحاجة احنا جينا عشان حاجة معينة عشان نقليمة مدنية ولازم الناس بتمشي على الحاية دي وانو لازم الناس ما تغنيوا وتقولوا تافات منصرافية وحتى المسرح القصادة البرية دا ما مفروض اصلا تفتيح لانو الناس ما تفتحوا وبيقعدوا برقصوا وبيغنوا وما بيعملوا اي حاجة بس بقونوا برقصوا وبيغنوا وفي نصا بيقولوا تافات ماليها معنى نهاي وناز بتكون مفصوضة يعني وانت قدر ما تحاول انك تقول لي منو كده ماصح لهم بزيدوا زيادة انا ولو يعني كنت ايوم بمشي وبقول لي منو دم الشهيد دمي ام الشهيد دمي انت ما تغني دم الشهيد لو راح انا وانت وابن ارتاح عشان شهداء ان الماجح الحين الواجزة ان همجيبكم ايا لنا شكرا 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 اللي متاز م شاء الله مصطافا 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 بكنا مصطافا أريد أن أتعلم بشكل تشعر أتمنى أن أتعلم بشكل تشعر حتى أنني أمضي عمليا لكن تحاولي أن أتعلم بشكل تشعر حسنًا شكرا لك موسيقى 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 عزيزيين موسيقى شكرا لكم لكما تستملكون المايك مفتوح لأي زول عندو نقاش ولا حوار ولا رايي عرف نفسك ترجمة نانسي قنقر 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 فالحاجة اللي بنحاول نعملها هنا في المنبر ده إنه تجيب إبريون إيش وان اف يو أفويس المايك ده متاح لكم إنكم بتعبروا عن حاجاتكم لو في زول عنده مشكلة ولا خايف إنه يتكلموا ولا كده عندنا دورة بندرب الناس إنه ومتكلموا لأنه السكيلز بتاعتنا هنا إحنا مهاراتنا لازم نزيدها عشان نمشي للسودان بتاع المستقبل مش كده ما بنفترض إنه والله الكويسين فينا هم بس اللي يمشوا قدام أي زول يا إخواننا ما أخذ فرصة بتاع التعليم ولا تدريب في السودان السودان المظلوم لازم يأخذ فرصة أسل مش كده عشان نمشي لي قدام حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام عدالة والوعي قرار الشعب تفضل يا دكتور السلام عليكم رمضان كريم أسناء مرورية قابلت وشفت الدكتور من هناك وفرحت شديد أول مرة قابل خري الفيسبوك هو صديق لي في الفيسبوك من فترة طويلة صفحته عبارة عن منارة بتاعة وعي منارة بتاعة وعي حتى دوبا اللغاء كان للاول مرة تجابلو لكن بحتبر نفسي بعرفه شديد حتى الجداد الإلكتروني حاول في الليام الفاته بالمناسبة الصور غد تكون حقيقية لكن برضو أنا قاد أقول هم الفائزين إنهم بتصوروا مع دكتورا بقول هم يقولوا الطلب الصور لي بالوعي بتاعي ما كنت يعني ما في استجابة لأي جداد مش لو جاب صور لو جاب أي حاجر واعين نحنا ما أريد أن أتحدث عنه حقاً 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 أن يكون أولاً يجب أن يكون أولاً لكنني أؤمن في الله أؤمن في موسيقى و أؤمن فيك أخرى أريد أن أقول كنت في المنزل في المنزل يجب أن أموداً عندما أردوك أشخاص يتساعدون كيف يجب أن أردوك كيف يجب أن أردوك أولاً أمودية المترجم للغاية والمترجم للغاية والمترجم للغاية حقًا أنا مستغربًا لماذا يأخذني لماذا يأخذون إلى المنزل لأنهم يعتقدون أنه شيء غريبًا أنه يأخذون إلى المنزل لقد قد ربما يجب أن نعرف المنزل وعنه يوجد أن أخذون إلى المنزل لكن أعتقد أنهم ليسوا ليسوا يا جلس هذه هي المؤسسة ليسوا 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 وأنا جمعتني أنني أعجب أن أعود لك وعندما كان هناك أشكر أن هذه هي هي المجدد المفضل لنرى ونرى ونرى هنا إلى صباح من 6 عبر إذا أردت ذلك هذا هو أكثر من أجل لذلك شكرا لكم على الوقت أستطيع أن أعطي أخرى في عرب إذا أردت أيضا إرهاص الخير لابد يوم باكر يبقى أخير لابد يوم باكر يبقى أخير أدمها تفاريق الوجدان أدمها تفاريق الوجدان وجموع الغبش الصابرة تسيل وجموع الغبش الصابرة تسيل صبرك لو طال ما باقي كتير يا بلادي رجعت للبين تبقى لدليل يا بلادي من ذاتك ناخد الوفا ونزيل من ذاتك ناخد الوفا والشمس هدفنا أمها بعيد يا بلاد النور إرهاص الخير شكرا لكم على الكتور شكرا لكم الحمد لله على السلامة الناس اللي بتوع من بريطانيا ذيل ما شاء الله جايين صاب بنا هنا في رمضان صفة شديدة برضو الرحب بالدستور برضو يا من بريطانيا بالمناسبة يا شباب طيب أخوانا رحب بيكم مرة ثانية في سابع ليالي رمضان في منبر مبادرة الباحثين السودانيين والمنبر ده منبر قومي إحنا بنحاول نكون منارة الوعي في محيط اعتصام القيادة العامة والمخططين والمساهمين بفاعلية كأساس الجامعات وباحثين عبر العلم والبحث العلمي في تخطيط المستقبل حدارين دولة بتاعت كفاءات حكومة مدنية لا عسكرية فالكلام ده بجيبه منه يفترضينه كلنا نجيبه مع بعض فالمنبر ده يا أخوانا بنوفره لأي شخص عنده بحث اللي هو علاقة بالاجتماع على الاقتصاد السياسة على الأمن إلى آخره فيما يخص مستقبل الوطن يعني بنناقص شيء كل الحاجات ومن أهم الحاجات اللي بنعملها بندرب الناس كلهم إنهم يكون عندهم صوت كل زول هنا صابية لسبب ما كل زول عنده غبينة كل زول عنده مشكلة فبيجي هنا ده وبتدرب على إنه يتكلم في المسرح المايكل ماسكو أسي أنا قدامكم ده ماسكو تدي ما سهلة في ناس كتار الواحد بيكون فيه راسه فيه كلام لكن ما قادر يعبر عنه فبنعمل تدريب بتاع خطابة جماهيرية وبنعمل توعية في المواضيع الصحية بيعملوا الناس العيادة الميدانية وعندنا برنامج برضو السابت بتاع السيناء مكتاب بيقدموا أخونا ناظم هنا ده وعندنا أسازة أكاديميين ودكاترا ومدربين بيجوا هنا برضو ضمن البرنامج بداعتنا البرنامج داعنا بنعلن كل يوم من إحنا بعد التراويح طوالي ويكون منقول مباشرة يعني ناس النقل ده منقول في الفيسبوك في المجموعة بتاعت الباحثين السودانية اللي اسمها السودانيز ريسيرشيرس انيشياتيب تمام فكل يوم أخواننا صاب بنا نحنا بعد الإفطار هنا ده الحتة دي حتى بتاعت وعي وتعلم وبحث ومشاركة وإلى آخرين فمرحبكم جميعا والبرنامج داعنا مستمر يعني نرحب بالدكتور يا أخواننا الليلة يوم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وحمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث ومتميما لمكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين الكلام كتير لكن أول شيء أرجع للنقطة بتاعت الدكتور إنه نفس السؤال تسألنا ليه مليون مرة Why you are coming home We love our country ما عندها كلام غير كذا الممكن نقدمه بره لما نقدمه لأولادنا ولي شبابنا أنا حتكلم الكلام كتير لكن حتكلم في نقطة مهمة جدا اللي هي هموم الشباب في الفترة الماضية كانت معلوم إنه كل زمان له هموم وكل هموم لها زمان هموم الشباب خلال الثلاثة عقود الماضية كانت هموم قاتلة هموم يعني تتعلق بشخصيتهم بتكوينهم بحياتهم والسبب لأنه القتل الفسد يعني عمدوا إنهم يصنعوا شباب إمعاء شباب ما عندوا شخصية يعني لدرجة إنه عزلوهم عن الحياة عزلوهم عن المشاركة عزلوهم عن السياسة عزلوهم إنهم يتخصلوا على تعليم جيد عزلوهم إنهم يكونوا علما ويكونوا عباقرة ويكونوا ناس مميزين يعني نحن من زمن عبدالله الطيب الطيب صالح وعبدالله الطيب ما عندنا تاني مين؟ ما عندنا رموز ما عندنا أعلام والسبب لأنه كانت حكومتنا عندها أهداف الشباب يعني حسينا كأنهم أخفوهم في بطون أمهاتهم كأنهم غير موجودين فكنت والله يتأثر وتحسر جدا جدا على شباب تحس إنه هو كان خاوي ما في فكر حد الدراسة اللي بدرسها هي دراسة بتاعت جسد تدو إكزامان قو ما في نسي الشباب وصل لمرحلة إنهم هما ضاقوا بي نفسهم وحتى اللي حولهم ضاقوا بيهم لأنهم كانوا يعني عالة حتى على أسرهم غسرهم ما قادر حتى توفي احتياجاتهم فلما حصلت الكارثة إنهم هما ضاقوا بي نفسهم وحواليهم ضاقوا بيهم الشباب احتشدوا هنا في قاعة في ساحة الاعتصام مطالبين بحقوقهم مطالبين بالتغيير مطالبين بالتعليم مطالبين بالمسكن مطالبين بالوظيفة مطالبين إنهم يكون لهم كيان يكون لهم شخصية الشباب حسي إنه هو غريب حتى عن بلده وعن أهله ما بينتمي لوطن يعني لدرجة إنه كان ممكن تسمع عبارة باستمرار يقول لك وأنا مالي ياخي المال مالك كله كان وحيكون وسيكون جي بلدك انت الشباب تعرض لظلم كبير جدا جدا وأنا أؤمن إنه كل من هو موجود هنا الآن إنه يختار أن يكون جزء من التقيير لتحويل الوطن إلى بلد أكثر أمنا وسلاما طبعا يعني أنا بملأني شعور السموة الاحترام يعني أشعر بالاحترام نحو اللي مفروض نذكرهم دائما ويكون لهم اللي هلوية في حديثنا الشهداء على الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون وأنا أظن إنه أرواحهم ترفرف حوالينا الآن عشان يشوفوا ماذا نحن فاعلون الدم قصاد الدم عمنا بردية الدم قصاد الدم عمنا بردية الدم قصاد الدم عمنا بردية ربنا يصلح الحال وأهم شيء أنا بركز فيه التآلف والاتحاد ممكن أنا أختلف معاك ومع داك ومع فلان ومع زيت ومع عبين لكن دا ما بلغي وطنيتنا ما بلغي إنه ترابنا واحد نيلنا واحد مويتنا واحدة والله من سمات الثورة أجمل شيء إنه بلاحظ الناس بيجد في اتحاد شيء غريب تآلف وحدة كده شيء لا يصدق يعني في الشارع بيقى ما في فرق والله العظيم لا بين من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب حتى كان ذاتنا في زمان كانت الوحدة ممكن تكون على بعد عشر أمتار منك وهي خايفة منك الآن هي ما تعرفك ممكن تكيف وتتكلم معاك وتتناغش معاك بكل جرأة برضو أنا بشعر بالاحترام نحو تجمع المهاليين وتجمع قوة إعلان الحرية والتغيير قال لأنهم جعلونا نعيش بالحب وبالتعلم وبالعطاء وبالوحدة وبالتآلف كان لهم القدح المعلّة في التنظيم وفي الإدارة وفي الإشراف وفي الجداول وفي المواعيد وفي القيادة يعني قدموا أكثر ما يمكن لكن برضو طبعا في مؤاخذ عليهم وفي نقاط ضعف كثيرة جدا نحنا لاحقا حنتكلم عنها هذا ما وقتها إن شاء الله أنا من بكرة أو بعد بكرة حابدة إذا كانوا ناس دكتور أنور بيبدو دورة لإسعافات الأولية أنا حعمل دورة للإسعافات الفكرية نحنا عايزين نغسي المقهنة إذا وصلنا إلى مرحلة وعي يعني أمشور أنه ما حيكون عندنا شخص فاشل ما حيكون عندنا شريحة في اثنان في الخيران ما حيكون عندنا فقر إمكانياتنا كلها في عقولنا لا يمكننا الإمكانيات في العقل إنك كيف تستعمل عقلك يعني رب العالمين وهبنا ثروة غالية أغلى من الدهب وأغلى من البترول حياتك كلها إنت ممكن تنظفها من خلال فكرك وعقلك وإنك تتطور وتكون وتمشي لك الدام وبلدنا تكون من أفضل البلدان وده السبب اللي خلانا أن إحنا خلانا الفلوس والدولارات والدراهم وجينا هنا عشنا مع الناس بوطعهم اللي هم عايشينها مع التحية للجميع والسلام عليكم وشكرا جميعا أنا الدكتور وداع محمد عطيت الله دكتورة فلسفة الإدارة العامة بريطانيا خبير أكاديمي عضو الجمعية الأمريكية ومستعدين وكلنا حماس والله إننا نخدم شبابنا أكتر ما يسعدنا إنك أنت تشوف الشباب ده في أعلى المراتب تشوف ناس نابقة والشيء الوضع الحاصل يعني بيدل على إنه في شباب يرجى منه الكتير الشيء اللي قاعد يحصل ده يعني السورة دي مهما أنت تخيمها هي الآن في المصافة العالمية السورة دي ممكن تدرس هي اتجاوزت السورة المشهورة كانت هي السورة الفرنسية ما بالك السورة الفرنسية هي كانت المشهورة يطلع الرئيس الفرنسي يقول للسوار الفرنسيين يتعلموا من السودانيين صور لنا وصلنا لي صحيفة واشنطن بوست الامريكية بترسل رسالة لترامب لأنه كان في مشكلة بتاعتصور البين المكسيكو والكونغرس ورفضوا أنه يمولوه فاعتصم ترامب في مكتبه كم يوم وما جات نتيجة وفك اعتصامه فصحيفة بوست واشنطن بتقول له يتعلم من السوار السودانيين شوفة نحن وصلنا لوين يا جماعة بستحضرني شي طريف في السعودية كانت في مبارا في كرة قدم الدور السعودي فكانت في جدة فريغة الاتحاد من جدة وفريغة النصرة من الرياض فطبعا فريغة الاتحاد ديلة أغلبهم قرأة غير زينا يعني فهم مغسرين بالثورة السودانية جدا فرفعوا الأفتاد وفي النهاية هم فازوا على فريغ الرياض رفعوا الأفتاد كاتبين فيها بل قطع ريضة الحل في البل مع التحية ليكم شكرا جزيرة باشمانديس فرحين عنده سؤال لك يا دكتور ورح طبعا من الشباب اللي اشتغلنا في نفير 2013 سوا يا شباب السلام عليكم شباب فرح محمد شبكات وامن معلومات فسؤالي للدكتور طالما قال إنه بتاع إدارة فشكل وقع في الفرق مش كذا فانحنا كل السودان يقول لك والله يا خل بلد كويسة مش كذا لكن المشكلة مشكلة شنو؟ مشكلة إدارة طيب هل أنحنا ممكن نطلع من الحاجة دي من أنحنا من 56 عندنا مشكلة إدارة يعني هل إلا نجيب خوايات مثلا عشان يديروا البلد زي الخليج مثلا ولا هل أنحنا عندنا المغضرة والإمكانيات اللي بتخلينا نطلع من المستنقعدة اللي بتخلينا نطلع من المستنقعدة كيف أنحنا ممكن ندير حاجاتنا وكيف ممكن ندير هل السوداني بيطلع برة بيشتغل وبنتي ولكن داخل بلده يقول لك يا خلال الله السوداني ما بيشتغلوا طيب هل إحنا كيف بنقدر ندير ناسنا ديل وكيف بنقدر نطلع منه نحسن ما يكون في بلده في بلده يعني هل هنا هل الآن في نظريات للإدارة حديثة جدا هل ممكن تطبق بالسودان السودان مليان موارد السودان مليان موارد بشرية وموارد بين كل الأنواع تمام فإحنا دائرين في النقطة دي هل في بلان أو في استراتيات ممكن تطبق بالسودان تكون خاصة بالسودان تمام بحيث أن نتطور البلد دي وتطلع من المستنقع هل ممكن أن إحنا الليلة الإدارات بتاعتنا الفشلت من ستة وخمسين ممكن العقليات تتغير ممكن نطلع من المستنقع أن إحنا قاعدين في مستنقع مش في السودان أن حوالينا مستنقع أن إحنا قاعدين في منطقة يعني كلها مشاكل مهل ما تقبل مشاكل وبالعكس كمان هناك في ناس شغالين بيتحت ما دارينك تمشي قدام سواء كان جنبنا ولا الدول اللي حوالينا ولا من جوها هنا ذات معروف فالسؤال أن إحنا كيف ممكن من خلال الإدارة والحوكمة مش كده ممكن نطلع من المستنقع شكرا لك تعرف أول سبب أن إحنا لمشاكلنا اتعائنا المعرفة المطلقة أن إحنا عندنا مشكلة وده طابع فينا يعني للأسف أنه ممكن يكون شيخ وناقد سياسي وناقد فني ومحلل ودكتور وفي النهاية ممكن يقول لك أنا شيف محترم كمان دي أكبر مشكلة الحياة لازم تخصصات أيوة أن إحنا طالما أنت معاك البيتش دي بيقول لك لازم تكون ملين بجميع الجوانب يعني حتى في المدسة ممكن أكتب دواء لأنه هذا الشرط حق البيدي بي اف دي إنك أنت لازم تلين ببقية الجوانب لكن ما معناته إنك أنت تكون مبحر فيها كلها دي طبعا من الاستحالة الإدارة هو علم مش عضلات ولا مح ولا زكاة ولا علم الناس بتدرس خمسة سنين عشان تدرس إنت تاخد لك بيئة شدي في الإدارة الشغل في السودان كله شغل يعني أقول لك شنو عفوي عفوي لأبعد الحدود يعني شغل غير منصب ياخل واحد ممكن تلقاك يبني له فيلا مكلفاه وخمسين مليار يكون باقي له شباك ما يكتمل نقص يعمل له ستارة يعني للدرجة دي لازم أي شيء قبل ما أنا أبني لازم أخطط إنه كم منحابني كم حيكلفني كم يوم الشكل النهاي الكروكي يعني كل التفاصيل الإدارة ما بتجي لا بزكاء ولا بعضل ولا بقوة ولا بشخصية إنك أنت عمدة الإدارة فن علم إنك أنت تفهم حتى أنت الشخص اللي بتتكلم معه اللي بتخاطبه اللي بتناقشه اللي بتسوق ليه المشكلة السودان يعني حتى رؤسانا كانوا غير مؤهلين إنك عشان تجيب رئيس لازم الرئيس ده فيه صفات تكون متوفرة فيه يعني كثيرا من أهمها إنه يكون في قبول شعبي إنه يكون قادر على اتخاذ القرارات إنه يكون عنده ترنوماسية سياسية إنه يكون قادر لإدارة الأزمات يعني إحنا حتى أزماتنا كانت تدار بطريقة تقولك طريقة جحة جصة حق الجحة إنه كيف كانت تدار الأزمات لو ما عارفين أقول إليكم جاء واحد ليه جحة مش تكليه قال لي يا أخي والله أنا أنا وأمي وزودتي وأولادي الستة وأم المرأة كلنا ساكنين في غرفة واحدة والوضع سيء جدا جدا شوف لينا حل جحة قال لي أمشي اشتري لك حمار جيبوا معاكم في نفس الغرفة وتعال راجع ليه بعد يومين الراجل مش أنفز الكلام يشترى حمار و جاء راجع ليه بعد يومين قال لي الوضع سيء قال لي أمشي اشتري خروف وجيبوا معاكم في نفس الغرفة فمش يشترى خروف وجابوا في نفس الغرفة بعد يومين راجع قال لي الوضع بقى أسوأ من اللول قال لي أمشي جيب كلب وخدته معاكم في نفس الغرفة الراجل جاه بعد يومين قال لي أنا خلاص على هافة الانتحار الوضع صار لا يحتمل جيح قال لي أمشي بيع الحمار وتعال لي مش باع الحمار وشا قال لي والله الوضع أحسن قال لي أمشي تاني بيع الخروف مش باع الخروف والوضع أحسن في النهاية لما نباع الكلب الثلاثة مشاكل الثلاثة أزمات اللي خلق له جيح الوضع هو صار أحسن لدريد أنه صار يشكر جيح إن حلاه من الأزمة الإضافية الأزمة الأساسية لا زالت موجودة فهو بيشكر جيح على أنه الأزمة المفتعلة يعني زالت لكن الأزمة الأساسية موجودة دي أن إحنا مشكلتنا يعني حتى خريجين إدارة الأعمال في السودان يعني الدراسة أكاديمياً يعني أنا أعتقد أنها غير كافية ما في خبرات ما في تجارب ما في حتى ما في طلب ليهم ما في لأن البلد مقفولة ما في شركات ما في إدارة حتى الوظائب دي كلها مشاكل من من الحكومة السابقة أنه يعني ما كان الأفضلية للمؤهل أو الأفضل كانت كلها شغل بتاعت واسطاته في النهاية لأنه حتى عدم كفاءة الرؤسة وصلت البلد للدركة الأسفل أن إحنا الحالياً فيه فعلشان كده أن إحنا ما بنقبل أي رئيس يجي يكون غير مؤهل ده شي واحد الشيء الثاني الشيء اللي لازم نفهمه كمان يعني ده خارج الموضوع أنه السورة أي سورة بتتكوى من شريحتين شريحة التغيير وشريحة البناء شريحة التغيير في كل الدنيا دائماً بتقوم بها فئة معينة يعني في بعض الدول بتقوموا بها مثلاً المزارعين في بعض الدول العمال مثلاً المحامين القانونين أن إحنا شريحتنا اتميزت في السودان بأشيء طابع ما حصل في الدنيا اللي هي شريحة التغيير كانت بتضم كل الفئات كبير وصغير والطلاب وخريجين وطلاب سانوي وابتدائي وكنداكات كانت جميع الفئات أن إحنا كانت متكونة في شريحة التغيير شريحة التغيير ليس بالضرورة أنه أي واحد من شريحة التغيير أنه يكون وزير مو بالضرورة أنت مناضل شريحة التغيير بيحصل تكامل بين أو بين شريحة البناء شريحة البناء هم المسؤولين من الدستور والحكومة والوزراء وهو أيضاً ليس بالضرورة أنه الرئيس يكون من شريحة التغيير البناء لأنه زي ما قلنا الرئيس هو عنده مواصفات خاصة أن إحنا حالياً من نسعى لحكومة تقنقراط إذا ما عندهم ناس التجمع أنا مستعدة جبلهم 30 واحد خارج السودان من أفضل العلماء اللي تقوم عليهم أعمدة دول الأوروبية ما نهم من حالياً حزب مين ولا فلان مين ولا مين قاتل الناس وصلت كلها حالياً لمرحلة متقدمة فما عايزين نرجع لورا عايزين نمشي لجدها مع التحية شكراً طيب في أي سؤال فيما خص الإدارة إتاءة دكتور ستقدم دورة كاملة بعنوان العنوان التغيير الواقع تخصص الإدارة أيوة التغيير يعني أنا بتكلم about mind how to change your mind how to development your mind يعني هنتكلم في أنه أنت عن طريق باختصار يعني رب العالمين خلق البشر كلهم ما خلق زوال غني وفقير أنه نحن الشيء اللي قاعد في الشارع العام الكلام اللي بيقوله إنه واحد غني ده أبضاء الله وده فقير ده حرمه الله لا رب العالمين خلق النعم كلها وسيّره بقانون اسمه قانون الوفرة لجميع الخلق أي واحد فينا بتنزل عليه المنن والعطايا من رب العالمين كلها بيكون فيها الخير الشر المرض الصحة الفقر الغنى أي واحد فينا عنده فلتر الفلتر هو اللي بتحكم فيه عقله مخه أنت بتفكر فيه شنو إذا كان واحد بيفكر بيقول لك أنا ولد فقير وحاعيش فقير وحاموت فقير تفتكر لما رب العالمين يرسل له المنن والعطايا ورسل له الغنى هل حيقبله مخه ما حيقبل طالما إنه هو الفكرة اللي في مخه إنه هو ولد فقير وحيعيش فقير وحيموت فقير فبالتالي يجيه المنن والعطية من رب العالمين الخير والغنى هو حيرفضه حيجذب له الفقر لأنه ده الشيء اللي مؤسس الإنسان كما يفكر يقول أي تفكير التفكير هو المكون لشخصية الإنسان وده كلام كبير يعني بحتاج إني ما أطول فيه لأنه الناس إذا استوعبتوا صدقني ما حيكون في زول فاشل ما حيكون في زول فقير ما حيكون في زول مريض يعني لدرجة إنه أنا وصلت لأبعد من كده وإن شاء الله يعني تجربتنا تتكلل بالنجاح إنه شخص هو لسبب ما صدمة وصل لمرحلة إنه هو يكون طريح الفراش مشلوه ففي الحالة دي نحنا نحن نحن من الداخل نحن لازم نتكلم معهم من الداخل لازم نغير له الصورة حقته من جوه من عقله باطن لازم نقومه ما بالدكتور الدكتور بيجي المرحلة الثانية أنا قبل الدكتور بتكلم بتفهمه بوريه امكانياته حدوده انه هو كيف انه حتى يتطور ويحقق الاهداف وينجح هو موضوع كبير ونحن ساعين وان شاء الله نتمنى انه ربنا يوفقنا شكرا بي اي سؤال ولا اي مداخلة ولا حاجة يا شباب تعال داخل بيجوه عشان بس ال مايك بعد و بعد ما فوش كلام عرف نفسك موضوعب محمد مامون بقريج همسة في صراجة مع المشرك السؤال هو الزمج بين كنت تكلمت الادارة وانا العدلية ممكن فالواحد يمكن نغير عدلته الاحسن يعني فالسؤال هو امس تقريبا كان في الدورة بتاع الانصرية فالمعروف انه الانقاس كان 30 سنة طبعا شغال فينا بالسياسة التمكين والثلاثين سنة دي اشتغلت فينا حيئة اخطر من السياسة التمكين اللي هو فالسياسة تطرق بسه يعني عندنا في الغرب في دارفور حتى الحكاية دي كيف ممكن تعالجها عشان نبني البنية التحتية المفتفة تأسي حاليا مؤسسات معها في كلها حيات يعني 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 انا قلت اطرقت للموضوع ده انه الشباب يتعرض لظلم كبير خلال الثلاثة عقود الماضية وكان معزول معزول عن الحياة بالصف من كل جوانب فدي واحدة من المهام من الحاجات يعني اذا كان انت حتى النجاح لوحده ما بيكفي النجاح لازم عايز له معرفة حتى المعرفة والخبرة انا دايما بقول يعني اذا كان جاء نزول معرفته خبرة واربعين سنة مثلا في ادارة اي قطاع شباب اي جسم من من الحكومة جول خبرته اربعين سنة معرفته اربعين سنة ايها المعرفة هي شيء امن لكن اكيد انها هي شيء منتهي الصلاحية لانه معرفته اربعين سنة مشاكله اللي كان بحلها قبل اربعين سنة الان انفصبوا لانه هي حلها ما بحلها الا من عاصر الوقت الحالي انتو الشباب اللي ممكن تحله مشاكلكم الحالية اندفات الانسان تشوف بصفة عامة دي كمان قاعدة مهمة انك لازم تتعلم كيف انك تتخلى عن الاشياء اللي انتهى وقتها الظلم اللي كان واقع عليكم التهميش القدل الامعة الابعاد من كل شيء وقع وانتهى فانت حاليا لازم تتعلم كيف تتخلى عن الشيء اللي انتهى وقتها يعني فرضا انت خسرت وظيفتك الخسارة دايما هي بلوة لكن ايضا معها فرصة لو انت خسرت وظيفتك السابقة بكون عندك فرصة انك تلاقي وظيفة افضل من الاولى ولو احتمال انك انت يكون عندك بزنس عمل خاص بك انت فاذا انت استفد من الخسارة خسارة ابدا ما هي خسارة ما هي نهاية بل عكس الخسارة هي بداية لطريق سليم بداية لطريق صح خسرت سابقا ممكن انت عندك الفرصة انك تنجح في الشغل الحالي في الوظيفة الحالية وهكذا على كل الجوانب ممكن تطبقها الشباب هو محتاج صراحة انا حسا قاعدة احس انه والله الناس زي كا انها قاعدة بتعالد نفسها بنفسها يعني واحدة كلمتني قبل كم يوم قالت يا دكتور انا والله لما نجأ نوم في السرير بلقي نفسه وتماتي بردد في شعارات السورة كلها قبل ما نوم كلها شغالة دم قصادة دم حرية سلام وعدالة ترددة كلها بعد انت نوم في الشارع بتلقى الناس الواحد ماشي وهو براه بردد في شعارات والمعاه البقية بيشيلوا معاه فده كله علاج الناس قاعدة تطلع اللي جواها دي كلها يعني امراض نفسية لازم الناس تتطور لازم تقهل عن الماضي هي تبدأ حياة جديدة لازم الشباب بالزاد التعليم الاكاديمي اللي في الجامعات وفي المدارس ابدا ما هو كفاية الاطلاع المشكلة في السودان لما نقولولك نت تفهم من النادة انه هو حايتين واتساب وفيسبوك مع انه النات هو اكبر من كده والله احيانا ممكن تقعد في النت فتشلك في معلومة عشان خمس زقائق انت تلقى نفسك قعدت خمستاشر ساعة لانه موقع يقودك لموقع معلومة بتقودك لمعلومة فالناس لازم تطلع كتير لازم الساعة اللي بتمر عليك الليلة هي ممكن تحدد مصيرك بعد ستي سنة اللي بتعمله اليوم هتلاقي نتيجته جدام لازم تقرأ كتير لازم تتعلم كتير لازم تطور كتير وده الكلام دايما قاعد اقوله يعني انا بجيني حكم علاقاتي مع عدد من الجامعات الاوروبية برسلوا لي بيرسولا لشخصيا لي انا انه ان احنا عندنا فرصة منح مثلا في تخصصات واحد اثنين ثلاثة وعايزين مثلا العدد عشر خمستاشر طالب بكون عندهم شروط منحة يعني منحة شاملة يعني الجامعة الاوروبية بتتكفل بكل شي حتى تذاكرك وبصاريفك وفيستك وكل شي هناك برضو انت تدرس على حساب تاكل على حساب تسكن على حساب تصور انه تجيك منح زي دي ما تلقى لي هالزول جاهز يعني ابسط شروطه شرط رقم واحد بقولك انه اللغة الانجليزية اللي بقدم ليك منحة تايرك تكون جاهز من ناحية اللغة الانجليزية ما في تسعين في المية من الشباب السوداني عربي مشكلة خلي انجليزي فالناس لازم هي تطور نفسها بنفسها في دورات كتيرة جدا جدا على النت مجانية وينوت انك انت كل شهر تخلص دورة مجانية انت ما ما مطلوب منك غير تفاعل لكن تقعد لو ما طورت نفسك حتى ولو كان انك انت وصلت لأعلى المراتب العلمية صدقني ما يعني زي كأنه مكبل مقيم التعليم ثم التعليم ثم التعليم شكرا لا انا كنت اعاوز اسأل لهم اللي جيت كلامه جديد جدا وما اعاوز يعني اكون داخل شاية لك تحدي كنت اعاوز اسألك لانه لحد الالف نعمل فينا وقاصل دوتنا ارحالي جيدا على المتضار هذا ادب приним besoin منك انا هو انnement هي قنصة این ا Nebraska في فیس بوّل اذا كنت اقول الكامل أريد أن أشكركم من جميعاً لكم وأن تتعلم هنا وأن تتعلم معنا وأن تشعر المعارضة التي تقدمنا نحن نشاهده نحن نحن نشاهده 100% ومن أن تتحدث عن الهدوات لا أتبع المساعدة هنا والسدانيسات في الهدوات إنها شركة جميلة إنها بشكل مدعي إنها بشكل مدعي إذا كانت أغيرها إنها بشكل مدعي إنها تستخدمها إنها شركة جميلة لقد جميلتها في العالم كل شيء ، ويوجد الكثير من الأشياء التي لم تكن مستعداً. لقد أردت مرة أخرى. لقد أريد أن تكون هناك معنا. ونحن أشعر بأن أشعر بأن أشعر بأن أشعر بأن أشعر بأن أشعر بنا. نحن جميل ودراء الطفول أن يكون هناك من نوع من المستقبل إن شاء الله إن شاء الله أعتقد أن تتاكي أن تتعلم أن يكون هناك من المستقبل سيكون هناك من المستقبل نحن 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 هنا عندما نقوم بها حتى نحن نتعلم من هذه المنطقة من الحدوة إنه حدث نحن نحن نتعلم من الحدوة نحن نتعلم من المنطقة من الحدوة ومع المنطقة من الحكومة ، يجب ان تصفوا لتعالي هذا الوقت لدينا مجتمع مع تقلقاتك، يمكنك تكون مع تقلقاتك، ستكون في المنزل لن أعطيك مرة أخرى وإن شاء الله سيكون محامد شريف التجان محمد شريف التجاني هنا، أدوكات والقلقات والمتحدة في دبي شكراً لك شكراً لك يا أستاذ محمد، وكلامك كله رائد وصحيح أنت تعرف، يعني قبل كده أنا كان عندي تداخل مع وزارة التربية بصفتي أن أنا خبير أكاديمي فأنا من أول خطوة ما اتفقت ما اتفقت، لسبب المشيت لقيت الوزارة حقتهم فيها 74 مستشار وزارة التربية والتعليم المحافظة خرطوهم 74 مستشار قلت لهم ديل بيعملوا شنو قالوا مستشارين طيب، المستشارين ديل أقل عمر فيهم سبعين هذا ما أقول المعرفة والخبرة اللي قبل أربعين سنة وخمسين سنة ده شيء منتهي صلاحية ما ممكن تستفيد منه حالياً نهياً أبداً فإذا كان وزارة فيها 74 مستشار وكلهم غير مؤهلين ومعينين بطريقة بتاع التواسطات ومعرفة وما ممكن إنك إنت أبداً تستغل عنهم فقلت لهم أنا ما عايز مستشارين قالوا بتشتغل بدون مستشارين قلت لهم بس يبوت عندي مستشارين مستشارين أساتذة الجامعات كلهم في تخصصه كله في قسمه ما ممكن تجيب واحد بتاع اقتصاد إنت تستشيره في حاجة بتخص الزراعة هو براه ده براه واحد حق مال كل واحد في اقتصاصه طالما الناس اتخصصت وكل زول استلم جانبه وشوف حتى الموضوع الشهادات الهاي دقري أنا بعتقد إنها غير كفاية يعني أنا عندي بيئة شدي بشوف إنه أنا ما عندي إجازات غير مؤهل إني أنا أكون في منصب بخصة له دولة فيها 40 مليون شخص فبالإضافة للدقري بالإضافة للشهادات أنت محتاج إنجازات إنجازك شنو علشان أنت تكون مؤهل إنك تستلم لك إدارة أي قسم أو أي خلال و وسؤالك بنسبة للجوة عن نفس الكلام أن إحنا قاعدين نقولوا لهم نقول لهم أن إحنا عايزين تكنقراط عايزين عباخرة عايزين ناس مميزين لأنه أن إحنا بعيدين شديد وبمناسبة في نقطة مهمة أنا نسيت أقولها تعرف الليفل كان حقه الشخصية السودانية بره تحت الزيرو يعني إنت تمشي أي مطار أوروبي ممكن آخر تزول تطلع من الصالة السودانية بس لأنه شافوا جوازك السوداني والله حاليا أنا كنت في سفرية قبل أسبوعين يعني الليفل حقنا يرتفع بصورة عجيبة جدا جدا كنت في أحد المطارات الأوروبية يجينا نحنا واقفين في الصفينة دوستام يجينا ضابط الجوازات يقول لي أنت سودانيس؟ يقول لي نعم نعم يسحبين من يدي الناس دي كلها واقفة الكلام ده في أوروبا ما في ما في تمييز لكن شوف هم فخرهم بالثورة السودانية فخرهم إن شوف الإنسان السوداني وصل للليبيل عالي كيف درجته بي قد عالي قده حتى البصبورة السوداني أول مكان غير معروف عسى بيقى في أي مكان معروف داخل الناس دي عملوا يعني عملوا أقول له شنو ديستروي شي غجيب أخلاق بنية إنسان أي شيء ما خلوا شيء وأنا متأكد إنه يعني العملية كانت غير مقصودة منهم لأنهم هم ذاتهم يعني نتكو ما بأخلين للدرجة لأنه هو يفكر بالعقلية الإجرامية دي لكن جات بأي أكسد لأنه ده ده الفهم اللي كان عندهم أنت ليس معنا إذن أنت ضدنا فكان دايماً بيحاولوا إنهم اللي ضدوا ده يعني لو في طريقة الأكسجين البطلع من نفسه هو يصحبه عشان داك يموت وهو يعيش ونتمنى إنه أتقدم للسودان والإزهار أولى الإنسان السودان شكرا طيب يا أخوانا في كلمة الناس بتسمعها طوالة يقول لك ده إن حكومة بتاع التكنقراط حكومة بتاع الكفاءات التكنقراط دي يعني شنو؟ تكنقراط سبيشاليست سبيشاليست؟ زور متخصص؟ أمسك أمسك بسم الله الرحمن الرحيم أنا سببكر من أممت عادم الكلمة تكنقراط كلمة يعني أغريغية بقوة من اثنين تكنقراط تكنقراط يعني جاء من كلمة يعني كني يعني مغطات يعني الحكم يعني الحكم يقني على حسب تغوظات على حسب تغوظات أنا صبقة كبيرة والله العاوية يا أخي بالضبط زي ما هي في الجبيت يعني ما شاء الله يعني إنه فعلا كلمة تكنقراط هي كلمة إغريغية مكسومة لشيقين اللي هي تكنو أو تكني فني وتقني والتاني كراتس اللي هي حكومة يعني اللي هو حرفيا معناها حكومة كفاءات وتتكون من الطبقة العلمية الفنية المثقفة وحكومة بتكون بتخصيها في الاقتصاد والصناعة وعندها أهداف محددة وبالضرورة هي حكومة لا حزبية مش كده؟ طيب الدولة المدنية الدولة المدنية على شون يا أخوان؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على اسمها أحمد عادم محمد نعني بالدولة المدنية هي الدولة اللي بتكون فيها دستور والبتحكم من الرئيس لآخر الإنسان يعني مسكين تغير تقول على أرض السوق يعني بكون في قانون دستور اللي هو اللي بتحكم حياة الناس ده كله بخد النظر إنه الرئيس وهل كان وزير والله زول يعني ما منتمي لعيوم إحنا وكون في قاعدة يعني كخانون بتالدولة هون بسير حياة الناس ده كله بسم الله الرحيم وميمة عثمان حسن خريقة نهارك عمال الحقيقة غيرت أنا يعني مش هيما بتاء تكملة إنما هي مداخلة بسيطة يعني إحنا بعد تحقيق الهدف بتاع الفقومة المدنية وبعد الاستقرار زي ما قال دكتور ألوار قبل إننا كمية من المشاكل وحاجات إحنا عايزين نعملها أول حاجة لا يغير الله بنفسين بقومنا حتى يغيروا ما بأنفسهم كما أن إحنا جوانا لسه لسه عايزين شغل كتير وعايزين مجهود عظيم عشان نغير نفسنا إحنا هاجة الزرع جوانا 30 سنة ما هيين والزرع قبل الاستقلال 56 سنة ما هيين ما بساهل إنه الناس ما بين عشية رضوحها هايبقوا بني آدمين يبقى الشغل الأول من جوازاتك إنت إذا ما غيرت نفسك ما حتقدر تغير بلدك إذا ما طورت نفسك ما حتقدر تطور نفسك دين مرة واحد دين مرة اثنين نحنا بنطالب بالحكومة المدنية وإيس شكرة الحكومة المدنية إذا ما لقد إطار قانوني قوي إديرة إبقى برضو سلام عن المدنية إبقى إحنا بعد نهاش تكون الحكومة المدنية عايزين قانون يعني أنا ما عايز أقول قانون ديكتاتوري لكن عايز أقول قانون رادع لا نحب تكلم عن خلمة المدنية هنا في السودان منهارة تماما من أي جهة نلقى الوزارة التربية ووزارة الصحة كل الوزارات يا شغل المدني منهار ليه منهار؟ يا إما استهتار بالخدمة المدنية يا إما أنا ما عارف أن مادر أقول كسل عشان تصيفة دي ما بحبها صراحة لنقول شدين كسل هين بقول زعلان جدا من الان عشان كده ما عايز أقول نفسه لكن هو استهتار هو استغباء هو يعني تستحل إنك تضحض الشغل اللي انت فيه ما في احترام لا للشغلك ولا لوقتك ولا للبني آدمين انت بتخدمون الخدمة المدنية محتاجة لتغيير كامل شامل وإذا ما غيرناها بناس بحسوا بوطنيتهم دي أنا أتكر ما في فايدة الحاجة الأهمة من ده كله الوطنية نحن نفتكر تماما للوطنية لا درسونا ليها ولا علمونا ليها ولا غرسوا حب الوطن فينا عشان كده بنش بره يقول لك أه هنا على أبو السودان دي بلا تعيشوا فيها يعني الكلام ده صراحة بغيزة الزول السوداني ما أنا كون نهاية يا خلاص رب أنا خلقني أنا كده مفروض أحب وطني مفروض أحب زاتي مفروض أحب سوداني مفروض أزعف إنه أنا يعني أنمي أنمي بلديدي بأي شكل من الأشكال يعني أنا ليلة بواب حقدر أنمي أنا سفير حقدر أنمي أنا سواك حقدر أنمي أنا مزاري حقدر أنمي كل جناس يتخصصوا حقدر ينمي إذا نبع من حبه لي وطنه كويس؟ إبكا ده كله بيتمع كله بكوين لنا اللي هي حكومة في النهابي بيتغوض الحكم التقلقراض الناس المثقفين الناس الفاهمين الناس الكفاءات اللي كل زول بيفهم دوروا على أكبر وجه بيكمله حاجة ثالثة وأخيرة نحن عندنا مشكلة في الماركتين ما بنعرف نسويج لأننا في سدك سودانيين بنغضب الزل والإهانة في أي مكان إنت تتزلوا ده أنا وطنع تزوج إنك تفتخر بسودانتك تدافي عنا في أي مكان في أي محل إنتك تدافي عن سودانتك غير كده يا جماعة إبسامة دي حاجة مفتاح لكل القلوب يعني أنا ما ممكن أكون يعني مثلا مطارات العالم كلها كل الموظفين مرهقين وتعباهين لكن لازم تسمو لك لازم أقول لك كلام طيب عكسنا هنا تماما التجهم العنجحية عيالوك من فوق لتحد كانتك بابني آدم زي هون لا يا جماعة فيش نو ما إنت قاعد لخدمة الجمهور ما إنت وإنت قاعدت إرتضيت في المحل ما إنت أطلبك إذا قاعدت أهل قاعدت أشتغل إنت براك الضلن إنت كاعدت أشتغل إنت كاعدت جمهور واحد من أسباب نجاحة إنك تكون بأريحية تأدي واجبك بأريحية تقابل الناس بأريحية ده كل يا جماعة إذا متنام ما فينا ما حننجح لو بيقات فكومة دنية ولا غيرة ما حننجح ما حننجح عجيلة والله شكرا الجزير يا طبق يعني ريليا يعني إذا كان دول خرجين دارة الأعمال في السودان إذا كان كل الفرجين بيكونوا بنفسي فهمت صدقيني البلد كلها ممكن تنعدي لتمشي في المسار الصحيح الحالة الوطنية اللي وصل لها كل السودان الكبير والصغير والطفل والشاب والشابة وكلهم كل الفئات وصلوا لحالة وطنية هي مفترضة هي مفترض إنها تدرس منذ الطفل عمره ثلاثة سنين عشان يوصل مرحلة التشبع عايز لي وقل لها شيء عشرين سنة يعني التشبع الوطني بيكون بعد العشرين اللي حصل في السورة دي الناس فجأة ما بين عشية وضحاها كأنهم ولدوا بأسنانهم الناس بقت عندها وطنية متناهية أطفالنا وشبابنا وكنداكاتنا وأبهاتنا ومهاتنا وأعمامنا وصلوا لمرحلة لفل عالي جدا جدا من الوطنية علشان كده البلد دي من اليوم والجدام ما حنخاف عليها أبدا بالنسبة لقانون الخدعة المدنية سيئة جدا هو ليس خدمة هو خدعة سيئة لأبعد الحدود ده محتاج ناس متخصصين هو ده أهم قسم في الدولة بالصفة عامة ده أهم من منصب رئيس الوزراء مدير الخدمة المدنية الشيء أنا بشوف أنه حاليا أنه بدنا نتعافى من أمرات كتيرة اللي أنت تكلمت عنها أنه أنه لازم نغير ما بنفسنا والله يتغيرنا بنسبة 80% الشعب السوداني تغير بنسبة 80% صارت يعني بيقى فيه صفات والله السماحة التسامع الإلفة يعني الأبعد الحدود حتى الابتسامة يعني شبابنا السوار هنا إذا شافوا واحد متجهم يطلبوا منه ابتسم الحياة بسيطة الحياة ما فيها يعني ما صعبة للدرجة ولا فيها قوة ولا عايزة عضلات أبسط ما يكون أنك أنت تعيش من السهولة جدا جدا أنك تعيش في قمة السعادة وقمة الفرح وحتى لو كان أنت اليوم عندك مشكلة يعني تفكيرك في المشكلة هو لما أنت نعكس عليه نفسيتك هي بتفاقم المشكلة ما بتحلها أبدا ما في مشكلة تحلت بزعل أو بزعل أو بضرب أبدا اتفاقها مزبدل كانت مشكلة واحدة بقت عشر مشكلة ما في يعني مثلا أن إحنا محتاجين ننظف جوه يعني السينيين بيقول لك إذا كان أنت حاقد على شخص فأحفر قبرين طالما أنا حاقي على الشخص ده يقول لك أحفر قبرين واحد ليه وواحد ليك أنتوا الاتنين بسبب حقدك الاتنين ماشينا للمغبرة ربنا يصلح الحال إن شاء الله شكرا إن شاء الله طيب يا شبابي أي مداخلة ولا أي حاجة فيما يفوز فضل عرف نفسكم كل الناس أعضاء هنا بالمجموعة المحزين السودانين كل الناس أعضاء الماء أعضاء نوريكم عنوان المجموعة ستكون والله إذا موجود فيكم السلام عليكم مساء الخير الاسم مهدي محمد علي أنا دار أتكلم في النفطين ثلاثة كده حاجة بسيطة ما حطويل عليكم إن شاء الله الدولة المدنية الدولة المدنية الدولة المدنية هي شنو؟ هي دولة الناس كلهم أو المواطنين بدأينا الدولة دي كلهم بيكون شنو؟ بيخضعوا لقانون واحد بغض النظر إذا كنت رئيس ودوزير بغض النظر عنه وكل الناس ديل بيكونوا على مستوى واحد بغض النظر عنه اختلافاتهم الفكرية العقائدية الدينية يعني كلهم على مستوى واحد الدولة المدنية فيها شروط لازم تتوافر اللي هي زي شنو؟ إنها بتتبني بتقوم على شنو؟ بيزدون شنو الدولة المدنية دي بيزد إنه يا أخي يكون السلام التسامح المحبة الغيمة زي دي الدولة المدنية لو فقدت حاجة واحدة من الغيمة دي معنات بغلاص الدولة دي ماذا هو مدنية والدولة المدنية هي بتحمي أعضاها المواطنين دي بتحمل مواطن من أي انتهاك تاني يعني بس نظر انتهك بأي صورة في من الصورة أو إذا كل الدولة المدنية بتحميك لأنه في قانون أكبر من الزلد زاته ما دولة بتاعه وسطائق ودفنت لي إنه الدولة المدنية ولا دولة كيزان بعيدة كل البعد يعني rict دولة كيزان بغادي الدولة المدنية عكسة تماما أي ممارسات خاطة كانت بالتهان في زمان الكيزان إن شاء الله إحنا نتمنى إنه في دولتنا المدنية الجاية ما يحصل كلام زي ده أبني إن شاء الله لأنه يا أخي نحن خاتين يدينا مع بعض السيلة من جينا الاعتصام ده؟ الاعتصام ده قام لشنه؟ قام لأنه كلنا كالسودانين جينا كلنا وكلمتنا بكت وحدة فبقينا أقوى من المجلس العسكري وأقوى من حكومة وأقوى من حتى من أي طيب كمام النقطة الثانية النقطة صغيرة بالجنب كده اللي هي النقطة بتاعتها في نفس المسار اللي أنا قلت بتكلم فيه أنه هو المسار بتاعت تعاون الشباب بره في الدول الأوروبية جماعة متعاونين جدا يعني عندهم يونين عديل بقول لك يا أخي مثلا ده الاتحاد بتاع الشباب الشباب السويدي بيقعد مع بعض بيتكلم في قضايا البلد قضايا مهمة بتحدد مصير أمة كاملة بيتكلموا فيها الشباب بيقعدوا بنقش فيها وممكن يطلعوا بحلول يقدموا لبرلمان أو يقدموا لأي جهة حكومية تسمع عليهم تقعد تسمع عليهم إن شاء الله ونتمنى إنه نشوف يا أخي كلام زي ده في دولتنا الجاية بتاعت السودان أني إحنا صابينها كشباب عشان نحرص ثورتنا عشان نحرص ثورتنا دي من المتسلغين الجماعة اللي قوها باردة ودارين يطلعوا في الثورة بس بقول علهم يعني راكبنا الأمواج بس زي الناس بتاعنا الأمواج يركوا فيها لا طلعوا مواكب بتاعت أحياء ولد ضربوا ولد عزب ولا شفوا ودخالتوا مضروب قداموا ولد عزب بس لقاها جاهزة بس إحنا الجماعة دي المدايرين آخر حاجة بختم بحاجة أخيرة كان دي كوت قال الدكتور جونغرن الدكتور جونغرن مرة قال شنو قال لي أخي العروفة cannot united us africanism cannot united us islam cannot united us christianity cannot united us but sudanism can united us السودانية بس يا جماعة سودانية جمعوا 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 جماعة لهم في مداخلة ولا سؤال ولا جدا تفضلوا السلام عليكم السلام عليكم all of them say keys say keys all of them yes والله أنا طبعا الممبر بس داني بخوش يعني ما كنت متوقع يعني جيب الصدفة مار بياي لقيت الممبر بتاعهم دا أنا دار أقول في حاجات علق على الشدار قبل شوية هنا أول حاجة بقول لي بالتري الحراكة الحاصل هنا عبارة عن مجتمع المجتمع دا يعني ما ممكن كله يكون صالح وما ممكن كله يكون طالح يعني لو لقيت ناس بيهز ولا برقص ولا سوينو دا part of union يعني الناس دي الفهمهم كده يعني أنا ما ممكن أجي أغير ليه ناس بين الليلة وضحى أجي أقول لهم يا أخي دمب الشهيد ما رح هو هو في غرارة نفسه عارف الكلام له هو دمب الشهيد ما رح لكن بخش بحماسه بحاجته هو دا فهمه العقليته عقليته يعني ما ممكن كل الناس زهر تخليم يكون قدر شنو عقليتك يعني لو أصل كل هالناس بيكونوا في نفس العقلية واللوجيك دا ما كنا نحن أصل وصلنا للحطة لسه ما كنا وصلنا للحطة فيها يعني التغييب والشي الحاصل وكل الحاصل الناس بيتكلم عنه المتحدثين كان بيتكلموا عن تكلموا عن إدارة الأعمال والحياة دا كل تتكلموا لكن جد هي إذا ما كانت مدنية كل أشياء اللي حتروح لأن المدنية part of law part of law يعني لو ما عندك strong law يعني الليلة أي ظل لو أنتم من الناس اللي قاعدين دا سالتو قلت لهم أسترام هل بتؤمن هو رئيس أمريكا لا أقول لك يا خان والله يعني بصراحة ما ما ظل بيدير أمريكا لكن law of أمريكاس بإنسا أشياء أوبامريكاس لأنه بالغانون بتاعه هو جميل الرئيس وحياخد دورته وحيبش بالتالي برضو حيجيك إنت بنفس الشيء إذا هو الشيء عشان يصل فيها الشيء عشان يصل هو يبقى رئيس إذا ما إنت خشيت الشيء لحد ما تبقى إنت الشيء إذا ما باعصيت ما ممكن أصلا تبقى الشيء في الدولة المدنية عشان تبقى إنت في الدولة المدنية ما ممكن تجي زول نجيب لك زول كده في شروط وعجبات إنت لازم تكون على كده 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 لحد ما يقدموك لحد ما تبقى إنت شنو دي واحد من الأشياء اللي كان بتكلم فيها للشباب كلهم والشيء التاني يعني أتكلم عن التعليم والتعليم هو مشكلة كبيرة جدا جدا وقعنا فيها في السودان هو التعليم يعني ما سيء في السودان بالمناسبة يعني في عهد الإنغاز هو بقى سيء جدا لكن أصلا التعليم في السودان الجنرال هو ما سيء لأن إحنا كنا حتى الأوروبيين من كنا بنمشي لهم في الزمن قبل الإنغاز كان بيحترفوا بينك ناس يعني ناس نلمشوا كلهم في أوروبا بيحتضنوهم وكان بيكون هما بيديهم كل الفرص يعني عندنا هنا في نوارات نوارات في عهد الثورة البائدة أولاد شباب مشوا عملوا حضروا الرسالات المعدد الواحد يمشي على أنه بيدفع دمقلبه ببيع عربية ببيع بيته عشان يعمل الرسالات بتاعه هنا والله صراحة يعني أنا بعرف ناس كثيرة جدا جدا مشوا عملوا كلام نا مشوا هناك على أساس هم خسروا اللي عندهم كله الورا وقدام هنا مشوا هناك قدروا مضاعف قدروا مضاعف لأنه عقليتهم لقوها عالية جدا جدا واستيعاب والشي قدموه كان مغنع للمجتمع لهم مشوا لهم الشي الثاني هي مش شهادات يعني الناس بتكلم عن شهادات البيع بيته دي يعني أنا بعرف الناس كو اشتغلت معاهم بروفيسور لكن عنده بيكلوريوس بروفيسور هو عنده بيكلوريوس ما بيته دي لأنه زول عنده ماتشو أوف ريسيرش ماتشو أوف ريسيرش عنده كمية مهولة جدا من البحوث بتأهله يبقى بروفيسور البيع دي لكن ما بيته خليك انت تبقى ليدر يعني انت بيته هولدر ما ليدر انت البيع عندك بوكس عندك لهم كتاب انت لس عامل غير الريسيرش بتاعك العملت عندك كم كتاب انت طلعت ما بش لأنك انت بس كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست طلعت الحاج تقديم وشي لأنه اطلاع اصلا ما يعني يعني كان في المدارز عندنا زمان ما جي لكم انت جي لنا نحن كان عندنا مكتبة اجبارية كل الطلبة لازم يكون عندهم حصة يمشي خش المكتب دي تكره ويكون في صماري الأستاذ بيجيبكم مثلا بالذات عارف الناس الفلان وفلان وفلان لازم يعمل صماري للبوكس اللو قراه بيقول لا بيقت ما بيقت الناس في حتات تانية طبعا دي ماما جالي اقول شنو لكن زي ما قال الخبير قال دي اشياء اللو جدام بعدين هي ابتد حالك وما الاشياء التانية الحراك الحاصل ده والله حراك يعني انا كنت بزأل قبل 6 ابريل 6 ابريل انا كنت بزأل في الشباب وعشان اخش معهم وقول لهم يا شباب كده وروني انتو هدفكم شنو هدفكم شنو يا شباب قال لي يعني كلمتهم لي انا كان بيقول علي ان احنا عايزين فرمة السودان من 56 ل 2019 كيف يا شباب نح دارين نعمل كامل للسيستيم الحاصل ده وناخد سيستيم تاني طيب يا جماعة هتغير جهاز قال لا نحن نغير من المشين بتاع الجهاز دي وحن خليها عشان نفق البروسسر اعلى وعشان حنقدر نمشي سودان ب يعني بأفكار شبابية طيب الخطة شنو عندنا قال الخطة الخمسية الخطة العشرية والخطة التلاتينية الخمسية قال عشان نكون في زيرو الخمسية عشان نكون في زيرو شوف الشباب دي لأ قعدت معه شنو يعني يا اخي قال ان احنا خمس سنين عشان نطلع زيرو نطلع في زيرو لبل عشان نبقى نازل عشان وابتديت الحراك دا يعني في المواصلات في المجتمعات كنت بدأ لحد يوم الليلة بدأ في الشباب دي بالرغم يقولوا يا اخي يعني بالجد يعني الناس مذهب لو لقوا اي زول بيتكلم عن الحراك دا عبارة عن صاليق عبارة عن ناس ما حتمشي لقدام وناس ما لانه ما عندهم ليدر تزير والله عندهم مفكار والله العظيم عندهم حرية لازل حرية والتغيير او تجمع المهدي ما بعرفين ولا شخص لكن من الحاجات اللي بستها فيهم والشباب اللي معاهم لازل وجدتهم على انه انت تجيب وراهم تبوش زم انت بس مطلوب منك تبوش زم شكرا لكم يا عاسب لكم بس الماء تخدوا جنبك بسم الله الحديث جميل جدا طبعا الحديث جميل جدا بس المقطة الاخيرة ازاكرة الاخبة ان الناس المولدين هنا هم على قدر من الخلق والاخلاق واتذكر انه انا يعني قبل فترة كنت استمعت لتسجيل لواحد اسم محمد عبدالقادر وعمل فيها داعية كان وكان سبى الناس اللي هنا بينه دي الشباب بعواضي وصعه لي فانا وقفت كنت وقفت قدام القيادة العامة هنا وارسلك لي وانزار قانوني بواسط الفيسبوك قلت لانا كده انا في الان في الان مصطفى القانوني انا كاحد المعتصمين العاديين المواطنين المعتصمين هنا وصفت انا بالألطار سيدي كده دمحك 24 ساعة بانك تنزر اعتزار للمعتصمين وانا حتخذ اجراءات قانونية ليس لك خبل بها تاني يوم نزلت برضو في صفحتي انه انا في النيابة العامة وسجلت بلاغت وضرات ده وخطت تصريح الراجل الصاعة 12 يعني الشباب يوصلوا لي قال لي احسول ده نزل اعتزار لجماعه قال يا اخي الفيديو ده ما بيخصني ودبلجوه الناس ما انه والله نزل اعتزار وكده والحقا لكلامه الاخ بانه يعني احنا لسه يعني زورتنا ماشة وان شاء الله رغم الحاجات والدكتور حيشرح المسألة دي لانه هو برضو اكثر علما مننا احنا يا جماعة بن خاتل في دولة لها تلاتين سنة ما فتأوا الجبهة الاسلامية باننا تحاول تزرع الفرقة والشتات بين الناس سواء كان عن تلاريز السير او المجموعات الموجودة هنا والوقف الضضع لكن ما وجد منفذ باننا تنفذ لان احنا كنا ناغوي كنا متوحدين زي ما قال الاخ كنا متوحدين وانا اول طالب قبل تلاتين سنة اسمي محمد شريفة تجان الزبير بالانجليزة هو محمد شريفة تجان الزبير وده حتنزل في الفيسبوك اول طالب في شبه القره الهندية يعني كنت طالب قانون جديد قبل تلاتين سنة ينطعل من الاتجاه الاسلامي لانه كنت جيد طالب جديد واجعت عنفهم بالعنف اول طالب شهوداني كان ينطعل من الاتجاه الاسلامي وما 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 حفظة منهم طالب قانوني سكونوا كنت بلا يكون في شارع دقوني ودقهم لحد ما جيت انا في الدورة بتعديل بالاتحاد العام للطلاب السرودانيين في الهند وده كلام حينزل بالفيسبوك انا الدورة بتعديل اشارة للاتجاه الاسلامي وبعدها اخذ محور لمعتبر طلاب الاسلاميين من خيادة الاتحاد ليه لن منهزب حاجز حاجز الخوف لكنا في طلبة قبل 30 سنة بنقاتل في سفارة ومش بقول الكلام ده يعني اقصد منه حاجز ولا بتاع انا الراجل كبرت الكل الشفاء بدل يعني احنا الهزم من الشعب السروداني حاجز الخوف من الاجهزة الامنية الحزم فبقينا ما بنرضى الا بالحاجز اللي اعوزنا يعني ما في حاجز عتخوفنا وان شاء الله يعني انا برضو خلف المنبر حيجيبونينا الكفاءات بلدنا دي تطلع شكرا لكم طيب يا اخوانا الحكومة والكفاءات هل في اخوانا كفاءات سودانية موجودة ممكن تعمل دولة مدنية وتدير السودان وتود دولة بر الامان هل في موجود الا ما موجود وين موجودين وين الاخينا قال اغلبية الناس الموجودين خارج السودان الكلام دا ما حقيقي اخوانا الكلام دا ما حقيقي من المهم جدا جدا انو الناس يذكر وتصغ في نفسها دا دكتور ودا دكتور وده وصا شعر قانوني قبل شي كان فيه استاس هنا وكان فيه استاس هنا دا العقار دارين من نحن دارين لنا رجل حديدي عشان يجي يقدم كفاءات وكده الناس موجودة في ميدان الاعتصال من دا موجودة الحتة دي مهمة ليه؟ لانه دي حتة بيلعبوا عليها السركيزان والامنجية انو يخلقوا خوف من المستقبل مهو زمان كان بقول اشنو؟ ولقى البديل منو؟ ودي حاجة فيها قنوط من رحمة الله انه يدت والله يا اخي خايف من المستقبل لذا رأيت انه والله يا خير امسك في العنددة يقول لك عصور في اليد ولا عشرين طاهرين الكفاءات الكفاءات السودانية موجودة اخوانا موجودة فيه قمت الناس الموجودين دي لسي حاليا الناس ما تخاف ما تفتكرينه والله يا اخي الاسماء اللي حيجيبوها الناس على الحرية والتغيير وطيب مع المهنيين دي اسماء جاية من برة الناس موجودين هنا لانه الكفاءات موجودة اللي كان ناقصينه الاراضة السياسية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب النازل ما مارسوا اخصاء على الناس كلها اي زول لو ما بجد كوز لو ما بجد منهم ما بجدت قريب فلان ولا بتاع ما بتشتغل انت كف انت اول دفعتك ما بتشتغل الا لو كنت قريب زول ولا عندك انتماء المؤتمر الوطني ولا حركة اسلامية مش كده ابقى يا اخوانا الكفاءات موجودة الكلام ده نخدته في راسنا الناس ما تفتكرينه والله الكفاءات دي مفرد تجي من برة لا الكفاءات موجودة في ميدان الاعتصام ده الكفاءات موجودة في كل الدوائر الحكومية كان بيجيبوا لك زولة قلة منك ابقى رئيسك في لايه لانتماءه للامن ولا للجيش ولا ولا للمؤتمر الوطني فالحطة دي مهمة جدا اخوانا انه نكفلة في المخيلة بتاعتنا انه والله اخوانا ما في كفاءات او الكفاءات كلها بر السودان السودان دي اخوانا بلد مليء بالموارد الطبيعية والاهم مليء بالموارد البشرية الناس موجودين هنا ده في الاعتصام ده شبنا كل انواع الكفاءات الموجودة اي زول تقعد معاهم مستوى الوعي عالي جدا جدا المتوسط بتاع وعي الناس في محيط الاعتصام هنا ده اعلى بكثير جدا من قيادات المؤتمر الوطني والكيزان ناس بلادي سهول بلادي حقول ما شفناهم يا اخوانا تاني حاجة بنزل الموضوع بتاع الظواهر السلبية في الاعتصام المجتمع السوداني كله موسل وموجود هنا ده لكن ما ننسي انو الناس زيل لزوا لزوا صعاليقب ولزوا شماسة ولزوا معا وفئات كتيرة محروفة مهمشة عشان تدي الوشفة على الاعتصام ان احنا ديل ناسنا ديل اهلنا اي زول مشرد اي زول شماسي اي زول ديل اهلنا ديل مسؤوليتنا انو يكونوا معانا ويكونوا في مستوائينا عشان شنو نمشي مع بعض لي قدام ما بنرفض زول اي زول فقير معدم مشرد ده مننا نحنا وفينا لكن هما شي انو يتوعى ما يكون مستخدمينه ناس تاني اداء لتفريق الاعتصام لانو ذكرت الرابح عندنا نحنا وانحنا سقطت ما سقطت صاب بنا ليه لانو ذكرت الرابح بتاعنا حاليا العالم كله بيشاهد فينا هنا ده اخواننا وانحنا بنزيد في مستوى الوعي وبنطالب بالمدنية قرار الشعب مش كده؟ فعليكم الله اخواننا الناس ستفركز كويس انو والله الكفاءات ما بالكفاءات فيه الكفاءات يعني الكفاءات اي اقرب زول لك اقرب زول لك كفاءة ومستعيد انو يخدم السودان الكلام ده مهم جدا جدا على اساس انو ما نرفع السكفة التوقعات بتاعاتنا الا يجين افلاه من امريكا ولا افلاه من انجلترا ولا افلاه من معارش اناس موجودة هنا ده وتاخد فرصتها ان شاء الله تنمي بلدها وتمشي الى الامامة بالنسبة برضو لكلامك ده على الكفاءات ده يعني ما ممكن احنا الشباب دل هما اللي شابوا البابان وانضرب ده كله كانوا فوق الشباب ده الناس اللي بتفاوضوا باسم الشباب دل هما سواء كانت جمع المعنيه ولا قاروق ده اللي عمل الفين والراسه هي حاجة للفضل يكون برجع لهم هما لين احنا الشباب دل بعد ما هي الصورة دي قاموا بيا شباب بيسوفوا ان احنا الحكومة مرضو فلهم ليه ما يكون ما شباب ما بضرور يكون مية في المية هيا شباب يعني هسنين يعني في الوقت الحالي ما ممكن يكون دول سياسة اللي في سبان لو حكاها بتاعة 40 سنة عامل يقولي دولة ثانية أول ما الصورة دي استلق عليه هو يقوم دول البلد ما يقول لين نفس العمالة بتاعة خريج جديد يعني دول خريج جديد ماشي توظف في شركة بقول ليه انه خبرة ما عندنا خبرة معنا انت اقول لك انت اللي دول عندنا خبرة مادمين انتا صمدتنا خبرة وغيرك مادنا خبرة خبرة جيب ما مين نفس النظام والسشباب دلين في الوقت الحالي انت بتقول اننا الكفاة دي في كم مليان ليه ما نحننعمل مع بعض حزب مبادر اي مكان نفس النظام الناس دير يكون مهمنا من الشباب دل بحزاتهم السياسين دل سوا كانوا هم القاعدين هنا دل ولا البرة بغض النظر هم فضلهم ولا دورهم دا يصلنا أعملهم الناس دي الكل هم من يقومنا بذبع بغطة نظر انه الفكرة بصد رصيغ الناس ان احنا مع بعض مجموعة شكل ناس من السوار هنا بيعتبرنا بغطة نظر هم مع هم من صغير كبير تكون بشوق الجزي يمثلوا في الحكومة الجاهدي دي الفكرة العامة ففي المبادرة دي هم مجموعات صغيرة شغالين فيها فالناس مع بعضها تكاتل في دي الفكرة العامة غايتل مبادرة انه اللي بنوانا شغال تكاتل في الحكومة طيب يا اخوانا الكلام دا الكلام دا مهم انا طبعا ما بمثل اي جهة لا بمثل التجوعة المهنيين ولا اعلى الحرية والتغيير ولا بمثل اي انا بمثل انا بمثل انور فتح الرحمن احمد ضفع الله مهني استاذ جامعي من مجموعة الباحثين السودانيين جيت من الدوحة قطر صاب بها هنا دا عشان الحصة وطن المنبر بتاعنا دا منبر قومي يبث الوعي وكل يتناقش وكل زول عنده رأي مساوي لرأي الناس التانية الناس تسمعوا وتتبادل فيه دا الخلفية الاولى الخلفية التانية انا جيت هنا دا كمواطن سوداني لجيت الوضع كالتالي انه في مجلس عسكري قلب الحكومة المجلس دا دا يسرق القصة في حاجة يسمى تجمع المهنية السودانيين انا بس اخفيه وبدعمه تجمع المهنية السودانيين جزء من اعلان الحرية والتغيير الجسم دا كل كده انا بدعمه ما معناها انه انا متفق معه مية في المية لكن هو داير حاجة انا دايرة ذاتي اللي ايشنو الحكومة المدنية لانه انا والحكومة المدنية من الداوس لكن هو العسكري من الداوس العسكري بخدته عليه زي ما البشير احصل لنا في الثلاثين سنة الفاتحة دي ابقى صراعينا داك مدني مع بقية القوة السياسية اذا كنت مستقل ولا جزء من قوة سياسية دا في الجزء المدني لكن اسيب واحدني معاهم هدف واحد انه نعبر من انه التغول بتاع المجلس العسكري على الحكومة للحكومة المدنية عشان كده انا مديهم طفويض انا كمواطن سوداني مديهم طفويض انهم يمثلوني قدام المجلس العسكري لانهم هم عندهم خبرة سياسية ثاني حاجة لانه في عدد منهم اعلنوا انهم ماذا يكونوا جزء من الحكومة الانتقالية لانهم هم قالوا في ثلاثة حاجات قال حيكون في مجلس سيادي وفي برلمان وفي حكومة انفيزية مجلس وزراء الجزء بتاع البرلمان دا اغلب الظن يكون من الشباب الموجودين في الميدان دا اغلب الظن وده مهم جدا البرلمان دا ليه؟ لانه سيعمل التشريعات على هدية هنمشي من الفترة الانتقالية للدورات الديمقراطية البدائرينها كلنا انه السودان يمشي في اتجاه بتاعه المستمر انا شخصيا من الناس البنزعج وبستعجل بعض مرات بقول يا اخي يا اخي الناس اللي المجل هناك وفي التفاوض وعملوا لي ويسووا لي وبتاعه هناك حق والله احنا شباب نتلمه ونعمل لهم حيزي ببرانة صح؟ انا ما بعتقد انه الخطوات المتعجلة ممكن تدينا النتيجة كويسة هنا خلاص ادينا ناس تفويض نضغط عليهم في تفويضنا دا عشان نتحققوا بطالبنا نحنا بعد ما انتهي فترة التفويض دي بعد ذلك في فترة تانية بتاعت استحقاق بتاع انتخابات وكده الحشاشة بلا شبقته الحزاب السودانية بنتكلم بكل صراحة الحزاب السودانية ليه ليه لا اخوانا ما فيها ديمقراطية داخلها مش كده؟ فيه احزاب في رؤسة احزاب موجودين يعني من قبل ما يلدوا اميانا اي موجودة وفيها توريس و الاخرية الكلام دا يصلحون الاحزاب داخل احزابهم لكن السحالية التكتل الكبير دا الاسمه اعلان الحرية والتغيير انا بدعمه انه يفاوض بخبراته السياسية المتراكمة الموجودة قبل كده عشان يسوقني من المرحي الذي للمرحي اللي بتاع الحكومة المدنية بعد ذاك الحشاشة بلا شبقته انا زاتي وانا كمواطن السودان عندي كلام تاني مش كده؟ كل واحد فينا كلنا كمجموعات ولا بتاع السحالية اعتقد انه الناس محتاجة انها تقوي التفويض بتاعه لإعلان الحرية والتغيير عشان نمر لفترة الدولة المدنية الحاج عنده رأي تاني حباكو ينفرنا المايك لكم تفضل اله المرة التانية اشكركم يعني واطل عليكم اه الحاجة الداره قوله قبل الدكتور وداعه كان قاله يعني دكتور وداعه هو بيقول على انه كل مرحلة ليها ناس مرحلة كل مرحلة ليها ناس مرحلة انه ناس في مرحلة الحراك بتاع شنو تقول داون زا دي اس يعني احنا لس يقاعدين لا صابلنا دي نحن دايرين يعني نزيل الحكومة السابقة الدولة العمية الدولة العمية اللي هو نحن بنفسي كلام دكتور انور يعني ما كلنا حنقومنا مشي عشان شنو يعني حنقول يا جماعة الله تسقط الحكومة دي فوضنا الحرية والتغيير فوضنا تجمع المهنين قلنا دائما السنة وهم والناس حايزين يشكك لكم دين ناس شباب ناس طايشي ناس مايناء لكن انحنا بنقيف خلفهم ما يحيدوا من الاشياء اللي احنا فوضناهم بها الاشياء الفوضناه اول حاجة عايزين شنو دولة مدنية اللي هو فيها ثلاثة خيارات ذكرواها الثلاثة خيارات اللي احنا called قلناه صاب بنا عشان يعني الناس فوضناهم دي الثلاثة خيارات دي ازا ماجو وانحنا برضو صاب بنا وهم صاكتين حيكونوا صاكتين يعني ثلاثة خيارات اللي للشباب والشعب الأسي قاعد configuration الثلاثة خيارات ازا ماجاوا المتفوضين دي حنقول لهم شنو صاكتين هنما خايفينinde اصلا طالما فيه شباب شبناه فيه الصورة دي ما خايفين ما خايفين أبدا لو في أي زول عنده مداخل أو لحايا شباب خيازي اللي شايف من اللايف هنا ده وشايف دكتور وداعة ما عارف ما شاوين طيب فيه سؤال هنا ده من محمد محجوب بيقول ما هي أولوي ما هي أولى ترتياط العملية الأساسية للنهوض بالخدمة المدنية بالتوازي مع تصوية الدولة العميقة في الخدمة المدنية مبارح كان عنده المتحدثين للمؤلف الأستاذة بكر أبو البشر وعنده كتاب عن العدالة الانتقالية وقال إنه أخواننا تنفيذ القانون تنفيذ القانون في الفترة الانتقالية دي ده هو الحاجة المحتاجين هنا نحن والقوانين موجودة والمحاكم موجودة وحتى هو اخترح قال إنه الناس المطلوبين من محكمة الجناية الدولية يسلموهم زي ما هم ما دين الناس تم اتهامهم بناء على حيسيات وعلى اللجان وكده وبتاع إنت يا أخي السودان ده جزء من المستوى الدولي المحكمة اللي في السودان هنا ده لحد محكمة الجناية دي كلها نظام بتاع قانون ياخي نشيله النازل نسلموهم نشيله نحن العبء بتاع إنه نحاكمه نوديهم للمحكمة المختصة بعد ذاك في مستوى تاني بتاع محاكم قومية على مستوى السودان بعد ذاك في محاكم الولائية بعد ذاك محاكم محلية لحد ما هو اخترح في العدالة الانتقالية يكون في المحاكم بتاع ذا الجودية يعني يعني الليلة لو فيه ناس مرشد عليهم إبادة جماعية في حتة ما الإبادة جماعية فيه زول فكة صاروخ ولا فكة ليه غنبلة من فوق ولا بطيارة انتينوف وفيه زول قال لهم الجماعة دي المشو بيه جاي دي لكلهم مشاركين في الجريمة دي صح ها كيف يحصل القصة بتاعت التعافي دي إنه الناس تسامح بعضه إلى آخرين الكلام تتكلم عنه مبارح الكاتب هو بكر وهو بكرة إن شاء الله حيجي يكمل في وضع العدالة الانتقالية والمصالحة المجسمعية إنه كيف نحنا نتصالح مع بعض وكيف إنه يحصل احتزار من الدولة وكيف إنه الفئات الأكتر ضحفاً وأكتر هشاشةً يكونوا متضمنين في العملية بتاعت الانتقال للأمام فتفعيل القانون هو ده أعتقد إنه الإجابة بتاع السؤال محمد محجوب بردو سأل قال كيف تحييد أثر الكيزان في دوابين الخدمة والعمل طبعاً الإجابة على الكلام ده طوالي بتودك لك إصد التكنقراط إنت جبت لك وكي الوزارة زول مهني محترف إنت بالتالي حيات الكيزان ما هو الكيزان ده الأثر هم كان في الخدمة المدنية إيشنو في إنه جابوا الزول الماء مناسب بس لأنه زوله خطوا وكي الوزارة تصديقات صدق قروش لكلام فارغ ما عارف الساحة الخضراء أجروا عملوا كده أصرب قروش لفلان الفلاني فإنت بمجرد ما عينت الكفاءة الزول المناسب إنت طوالي محيط أسر الكيزان وحيتهم تماماً لكن في حاجة برضو قال أمبارح الكاتب بكر أبو البشر قال في إنه يا أخوانا الدولة المدنية ما فيها إدانة بنانة على الولاء يعني ما بجي لي الزول أقول لك أنت بتتبع الطريقة التجانية إنت ظالم ولا إنت الكيزان كاب يعمل إشنو يقول لك الزول ده شيوعي مجرد كلمة شيوعي معناها متهم ومزنب ويجوز عليه حكم بشكل ما مش كده يعني إحنا برضو ما نقوم نمشي من الحتة دي لإنه الزول ده كوز معناه إدانة ما هو خلاص هو اختار إنه يكون كوز ده اختياره لكن لو ظالم لو أفسد لو قتل القانون ينبجيب حقه وحرص على المنطقة كلمة بتعطي النوافز وليأخد حقه بيده ليه؟ لأنه في شعور ثوري انتقامي أسف كول عند الناس إنه أنا والله في هولندا ده أسني ولا في هولندا العمل لي كده أنا ده لازم أخد حقي بيدي إحنا بالتالي هنقوم جنو دخلنا طوالي من المرحلة الفايزين فيها نحنا بالسلمية للمرحلة بتاعت العنف جينا راجعين تاني ليه حتة ما بتبني بلد نلسو مانديلا ما كان ضمن الوفود بتاعت التفاوض في موضوع الحقيقة والمصالحة ليه؟ لأنه قال إحنا اللي مكننا متأسرين بالظلم بتاع دولة الفصل العنصري فإنت تخيل تكون إنت المظلوم وجايت تقعد في الطاولة بتاعت التفاوض هيكون الأجندة بتاعتك في راسك فوق إينا شنو؟ إنك دايل حقك أول شيء مش كده؟ والديمقراطيات الفاتت من الحاجات الكافية مشاكل إنه الناس جينا بيقول قادة بتاعنا كان عندهم مشاكل وأملاك خدتها هي الأولوية ذا يستعيدوا أملاكهم والمصادرة بينما باقي الشعب كله حردته مصادرة وباقي الشعب تعليمه مصادر وباقي الشعب معاشه مصادر ما كان دي الأولوية بتاعتهم عشان كده مرت فترة بتاعت التشاكس في حاجات شخصية يعني مش كده؟ فمهم جدا أخوانا المفهوم العدالة الانتقالية ذا الناس نجي في محاضرة قدمت فيه موجودة في فيديو في البحسير السودانين وفي محاضرة تاني بكرة إن شاء الله سيد بكر تحييي قدمها وهو مشكورا يعني قدم لنا أهدلين الكتاب بتاعه بتاع العدالة الانتقالية والمصالح المجتمعين في السودان دا سؤال تاني من اللايف لو في أخوانا سؤال هنا دا لو فيجزوا عنده سؤال هنا ولا عنده أي مداخلة المايت متاح لكم كلكم منتصر بدوي بيسأل قال إدارة الموارد البشرية والكفاءات وإعادة ترتيبها في الفترة القادمة لتعمل جنبا إلى حكومة التكنقراط وتكون كتلة من دورها من دورها تطوير البلاد والنمو بسرعة وثبات وأيضا تفعيل ثقافة الابتكار ومبدأ تطوير المستمر عنده كلام ممتاز جدا ومطلوب يعني إخوانا في حكومة وفي قطاع خاص وفي مجتمع مدني أي واحد فينا لازم يكون عنده دور في واحدة من الحتات ديال يعني في واحد أقدر يساهم بإنه يخش الحكومة صح؟ يخش الحكومة لأنه دار يخدم مش لأنه دار يسري نفسه ولا يعمل قروش يعني لأنه دار يخدم لأنه الحصة وطن في زول تاني بيقرر أنه يقع في القطاع الخاص لكن ما بيكون دار يسري الصراء الفاحشة اللي كان بعملوا الكيزان ده بتاع واحد الليلة دخل السوق تاني يوم تالقس يقل له برادو وعمل له عمارة ونازل من دبي وطالع في ماليزيا وكلام فارغ زي ده إنما بيشتغل شغل معقول ووطني وبيكمل الدور بتاع الحكومة الجزء الثالث المهمة اللي هو المجسمع المدني كل واحد فينا بيكون عنده خلفية بتاع التطوع ولا بتاع المنظمات ولا كده ده بيكمل الجزء الثالث في الموضوع ده العملية دي لازم تمشي مع بعض المسلس ده لازم يكون ماشي كله باتجاه واحد بحيث إنه العملية بتاعتنا نسريع إحنا في الباحثين السودانيين دارين نعمل شنو؟ إحنا نقدم مبادرتين لو ربنا وفقنا يا إخواننا بنفتقي إنهم مبادرات حتكون نوعية لمستقبل الوطن المبادرة الأولى دارين لتبنى الإحصاء السكاني 2019 على مستوى السودان كله إحنا في البحث العلمي واحدة من مشاكلنا الكبيرة هي عدم توفر البيانات إنت بتقل تعمل بحث علمي من غير ما يكون عندك بيانات البيانات في العهد البائد بتعلنغاز كان بتعملوا معاها بصورة أمنية فالبيانات كان بتصيبها مصيبتين كبيرات يا إما منقصة يا إما مضخمة يعني يا إما يقول لك إنه والله الحاجة دي فيها حاجة كثيرة يا إما الحاجة دي فيها حاجة شوية ليه؟ بناء على السياسة دائرة شنو وده ما بيخليك إنك تعمل بحث علمي وتطلع قرارات بصورة سليمة الدائرين نساعد بيه وإن إحنا بلدنا ووطننا والحكومة الجاية ومستقبل الأجيال إنه نعمل إحصاء سكاني مع خارطة موارد لكل السودان بحيث إن الناس تخطط بها تخطيط مستقبلي وسليم المبادرة الثانية مبادرة حول إصلاح التعليم العام التعليم العام حاليا إخوانا من مشاكله الكبيرة إنه انقسم للعندو والما عندو في زول عندو بدخل ولد ومدرسة خاصة بملايين الملايين وفي زول ما عندو بدخل ولد ومدرسة يا إما الولد يعني النشيطه متهده شاطر براه بيتلقى ونجح يا إما في أول مرحلة دراسية امتحن تامنة ولا امتحن تالتة سنوية خلت دراسة ودخل السوق الناس ديلا نحن يدعينهم كلهم يكون في حتة واحدة العندو والما عندو يكونوا موجودين داخل مدارس الدولة عشان الدولة تكون أم الناس وأبوهم في برا يا إخوانا الناس اللي عاشوا في أوروبا وفي أمريكا بعرفوا لو دقيت ولدك في البيت ولدك رفع السماعة اشتكى البوليس بيجي يسوق هو ولدك ليه؟ مش هو ما ولدك هو ولد الدولة الزولة دقيته دا إتما دقيت الدولة ما دقيته الزولة إتما كسرت خاطره الزولة إتا قلت سيغته في نفسه مش كده؟ فلأنه هو دا الدولة الدولة حريصة عليه بعد مرات أكتر منك لو إتا أبو بتجي سكران وتدك أولادك الدولة حريصة على إنه ولدك دا يتربى ويتنشى بصورة كويسة أكتر منك إتا السكران دا مش كده؟ فرح دارين الفهم يكون كده في إنه كل أبناء السودان كل الطلاب هم أبناءنا وهم أبناء الدولة الدولة السودانية المدينية مش كده؟ إذا بالتالي أنحي دارين الأبناء بتوعيننا يكونوا موجودين في مدارس كويسة فمن طالب أولياء الأمور إنه يطلع أولادهم من المدارس الخاصة يدخلوهم المدارس العامة وزي ما كان بتدفع ملايين الملايين هناك أدفعوا هنا لأنه تدفع تأسي ليه ولدك وليه ولد غيرك لأنه الحصة وطن مش كده؟ فالفهم دا لو بيقى موجود عندنا نحن نقدر ندرب الأساتزة ومنقدر نطور المناهج ومنقدر نصلح المدارس ومنقدر نلحق بسرعة ما يكون عندنا جيل جيل الفتر الانتقالي دي يكون ضايع لا ما يكون ضايع يكون عندنا خطة ليه وسرعنا بالعملية بتاع التطور البلد جزء من الأشيطة اللي بنقم بها هنا دا اللي هو الموضوع بتاع نادي المخاطب اللغة الإنجليزية عندنا بروفيسور جاينا ويتكلم عن أنه التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في السودان مستقبله مرتبط باللغة الإنجليزية فيبقى أخوان الناس أنت جهز نفيسا جهز أولادا من الليلة من سنة أولى بتداية أنه يكون بيتكلم لغة الإنجليزية تفتح ليه والمجال الاكتساب المعرفة في كل العالم المتاحة من غير وسيط يعني من غير ما نترجم يعني إت لغتك دي ما لغتك الأمة العربية وكده ولا أي لغة تانية حتى اللغة السودانية واللغة الإنجليزية كلغة بتاعتك الساب معرفة يكون إت ماسيكة تماما في يدك تمام؟ في أي سؤال ولا؟ ولا أي مداخل نرجع لللايف تاني؟ في أي سؤال يا شباب؟ مالك ود محمد قال يتكلموا لينا الفريق بين المنهج القديم قبل الإنغاز وحاليا المنهج أنا ما عارف هل قاصد بيهو المنهج الدراسي ولا شنو؟ لكن المنهج الدراسي عامة كان منهج موجه كان منهج موجه يعني منهج مؤدلج الهدف منه يخراج ناس بيرغة محددة الدولة دائراهم يطلعوا شنو؟ مش الوطن دائراهم يحصل شنو؟ يا أخوان عندنا برضو دكتور تامير يتكلم هنا دا في المنبر دا دكتور تامير عالم اجتماع من جعل الخرطوم يتكلم عن فريق ما بين الدولة والحكومة الدولة دي دولتنا والحكومة دي بتمشي وتتغير اللي انغازل عملته إنه الحكومة تغولت على الدولة قللت حجم الدولة مقابل زادت مساحة الحكومة الوزير بيقى مش وزارته بس وزارته أي حاجة بتخصها ما بتخصها بشي لليو بعين ناسه على كيفه إلى آخرين وده ما شغل بتاع دولة فهم كسروا الدولة لصالح الحكومة يعني إحنا الدولة المدينية دايرينا إنك بتقوي الدولة مقابل الحكومة الحكومة دي واحدة همشي الدولة القاعدة ما بهمنا الوزير منه بهمنا السيستيم الشغال كيف نظام التوظيف شغال كيف نظام التدريب شغال كيف الفرص لكل الناس يعني إذا كانت قبيلتك شنو ولا جاي من وين دي ما مهمة مهمة جي إنت مؤهل للمنصب دول اللي ما موهل ليه ولو ما موهل تديك فرصة بتاعة التدريب منحة دراسية إلى آخر إلى آخر الحاجة التانية الكويسة بالموضوع إنه إنه إحنا أخوانا مقبليين على فترة بتاعة انفتاح يعني الإنغاز دي وصلتنا حتة ما في أسوأ منا يعني ما في حتة تانية ننزل تحت يعني إحنا تحت جديد يعني فأي حركة حنعمل إن شاء الله مع العالم حتكون ليه فوق حنطلع ليه فوق ودي فرصة ممتازة جدا شضل طيب بسم الله بالنسبة للشهادات والطلبة المخريجين يعني اللي كان في زمن الإنغاز يعني الطيب دي يعني شهاداته يعني التوسط في زمن الإنغاز والحقومة والظلمة والحاجات اللي حددت طيب يعني ما هيكون لهم دور أساسي يعني في المنظومة بتاعة الدولة الجاية يعني ولا هيكون في دور ضعيف ولا كد يعني أنا دي أتهمت من كلامك يعني إنه الشهادات هي صاح الناس يعني قرأت وتخرجت وقضب زمن من عمر إنا دافر يعني شهادت يعني كيف يعني أنا ما المجال بتاع توظيفه ولا حاي في الشكل ده يعني ما هيكون معها اللي يعني في درجة كاملة يعني ولا كيف لا يعني أنا غايته ده الفهمتي في الكلام شكل أنا شكل أنا أخوانا مع الحماس قمت أرسلت رسالة خاطعة يا أخوانا البلد دي بلدنا كلنا ما في زول والله يدت عشان قريت بر رحسة من القرى جوه واللي يدت عشان عايش بر رحسة من القاعد جوه اللي إلى آخرين في وظيفة عندها وصفة وظيفة مفتوحة للمنافسة إنت جيد قدمتها لو إنت موهل مفروض طوالي تاخد الوظيفة لو ما موهل تأثن نفسك وده دور المجتمع المدني المجتمع المدني الفراغات الموجودة ما بين الوضع الراهن والوضع المطلوب الاثنين يعني حسن يمسغل في بحثين السودانيين هنا اشنو بندربت شباب البحث العلمي المنح الدراسية اللغة الإنجليزية عن حي قاعدين نسيت في قاب موجود داخل الجامعات والتعليم بصورة عامة فالزول ما يخاف يعني انت تتخرجت انت ما تزنبك انك انت تتخرجت من الجامعة الفلانية في عهد الإنغاز ده ما زنبك ما في زور الصلاة كل الناس يعني الجيل الراكب رأس الوقع الحكومة دي ده هو الجيل اللي تخرج فيه وقت الإنغاز يعني ما في زور الصلاة بعد الإنغاز حتى داخل ما في زور الصلاة بعد الإنغاز يعني فالفرصة متاحة لأي زول مؤهل لكن لو ما مؤهل دي الفرصة بتاعد المجتمع المدني انه يسد دا القاب دا انت لو احتاج تدريب تتدرب وتمشي يتل حتى والي تخواننا تاني حاجة الفرص حتكون موجودة كبيرة جدا جدا الفرص في الدولة الجديدة كبيرة جدا جدا لو انت تتكلمت عن مشاريع الإنشاءات بس تدار لكي 100 بتاعت ناس تتكلمت على التعليم دا لكي 100 بتاعت ناس ما تفتكروا انه والله الحكومة الجاية دي فيها خمسة ستة مفرح يكونوا قاعدين خالفين رجل في رجل والباقيين كلهم قاعدين سااي مشنا بلد ديس يا موارد راك دا انا من الناس اللي كنت بعمل استثمارات بالصورة خاصة لانه شايف في فرصة مش كده لكن ما في فرصة ليه لانك بتنافس الجيش والامن والشرطة اخواننا بتاع الجيش ما مهمته يستثمر مهمة جتحميني انا دا ودا الهاجس اللي بنقول انه العسكري المجلس العسكري ما مهمته يحكم مهمتك تحمي البلد مهمتك تتحرر حلايب وتحرر الفشقة مش مهما تكتجي تعمل ليه استثمارات وبتاعه جادر تحميها ليه وتحافظ عليها والدولة العميقة ده كلام فارغ ما كله زول يشوف شغلته بس مش كده ففي فرص كثيرة الناس ما تشيلهم اي نوع بتاع تدريبي اخوانا الناس وحتاجينه بزاة الشباب الخريجين انتو تجي للورانا انتو مسؤوليتنا ان احنا ان احنا هنا ده عشان كميتوا ديلا يا شباب فتجي تقول والله احنا محتاجين تدريب في الحية الفلانية نجيب ليكم ودربين ويدربوكم يعني ويدربوكم ويشكروكم انكم اتدربتم معهم كمان فما تشيلهم يا حبيب في اي سؤال تاني والحية الشباب بس الحية الفلانية اشكرت بكورانور الكورسة اه للكلام اللي حسي بسي عن الامكانيات في الحكومة المدنية اه في سلي مدني في المعاوظة او بلا صور اوضح في مجال التوظيف كيف انك تكون مؤهد عشان انك تكون في الحية الفلانية بالضبط كده الشيء الحاصل بسي حاليا في موظفين الدولي المدنيه حاليا في السلطان في الخدمة المدنية انه يشوف في ممارسات سلبية كتير اي والناس مزعوجة منها من ضمنها الليلة في عالم اعتغل في عمال التوزيع والمهندسين والفنين بتاع الكهرباء كان عموا ليهم اضراب عشان يوضحوا للناس انه المشكلة الحاصلة من قطوعات الكهرباء انه ما ليهم دخل فيها فتم غمعهم بواسط غوار الشرطة ده استفهام كبير حق الناس تقيق فيه وتعايل ليه حاجة تانية يعني للفرص والإمكانيات اللي حتاجين للشباب في الفترة الجاية دي ما دير كلام اعتقد بس الحاجة اللي فيه انه ناس الساق قاعدين حاليا على مستوى الخدمة وطنية كيف ان احنا نقدر نخليهم مؤهلين كفاية هول الكورس القاعد فيه للزول اللي بيجي يخدمه كيف انه يوفر ليهو الخدمة بأسهل الطرق ويكسب زمنه ويكسب زمنه ويكسب زمنه الجاية يقدم ليهو الخدمة ده يعني انا بدل اقعد ساعتين وثلاث ساعات في مكتب عشان يوضعوا لي ورقة او اختموا لي خطاب صغير لحتى يهتاني حكومية تانية انا ممكن في الزرق ربعي ساعة الزرق تثموا لي واسلم خطابي وامشي الحاجة اللي فيه انه لا اليام دي او في الفترة الفاتة في العصر البايد من الحكومة الانغاز انه كانت مماطلات وانت ما حتيتوظف اصلا لو ما كنت قريب فلان او ما حتيتوظف عشان انك انت عندك شهادات علية او ما حتيتوظف لانك انت ما بتنتمي لأي حزب تاني غير حزب مؤتمر وطني فالحاجة اللي في الدولتنا الجاية لمستقبلنا لقدام الراجين ان شاء الله يا شباب حتكون بصورة افضل وحيكون على حسب انت الحاجة العارفة في رأسك شنو وتحصصك ومهنيتك شنو واكيد اكيد 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 الوضع حيكون افضل بكثير من الكلام ذا الثاني حاجة في حاجة في اسهان الناس يا دكتور انا ورانا بس عاوز عاوزك فوابجحة للناس يعني في حراك في الشارع برا يعني ما احتباره في الاحتصام برا الناس عندهم فكرة سيئة شوية يعني لسه ما توططت فيهم حتة الديمقراطية وحتة الحرية لا مرحوم الناس الحرية شنو لسه حبيناس الحاجة دي عاوزين يعرف عنها حاجة كتيرة محتاجة شغل مننا لان احنا يعني الواحد قدروا ما يكون في البيت او في الحلة في الشارع مقدرة تتجل الاعتصام لقيت الناس بيتكلموا بافكار سببية عندهم حاول توضح لهم النقاط يعني الناس تحاول تشتغل في الحلة دي شنو الناس محتاجة مننا وقفتنا احنا كشباب اي عمامنا في خوار وابهاتنا القاعدين في الحلة ما بيقدروا يجوا الاعتصام هنا عشان الناس تلقى من الناس اللي عندهم معرفة كافية لكن ان احنا بشيل المعارفة اللي ننتهين من هنا الحاجات اللي بنشوفها صاح بنشيل نوريها لهم برا فياريت الناس تركز في الحية دي برضو حية ثانية ياخنا والله من قصة موظفين الدولة دي مزانين شديد تلقى فجد يعني الحاجة اللي بتحصل من موظفين الدولة ما كلهم لكن على قدر الفهم الفراثهم نحنا دارين انهم يتعاملوا على الاقل بسماحتنا السودانية يعني ان الشعب السوداني ده بيكين مطيبة بسيطة لو قلتها ليه ممكن يدعلك ليه وكرة وممكن الشغل الجايوزات وينساه ويمرك وفوض منك مبسوط جدا فياريت الناس بس على الاقل على الاقل بس تقابل الناس بيرحب وموسيعة صدق ويبتسام دايما قال جميل دكتورنا شكرا لهم كثير السلام على شباب شامح يبراهيل انا عم الشابان ورهان واول حاجة أشكر الدكتور الور لجهده الكبير في التنوير بس اضيف مداخلة سمعت الشاب قبل اتكلم عن الخرجين وانه هما يعني قد يكونوا تلغوا تعليم الجودة حقه تغطقوا ما هي مطلوبة لكن انا عايز يعني بس قد يكون انور تغلى في محاضرات سابغة فيه حاجة مهمة اليونسكو نادا فيه مؤخرا فيه حاجة اسمه التعليم المتجدد وده حقه صغاه برضو ناس الشباب يحاولوا يعني الان انت مستكون خريجي اقتصاد مثلا وسوق العمل عايز مثلا حاجة تانية ففيه حاجة اسمه يعني عشان انت ما تكون اسير لانه حيكون عندنا مشاكل الناس توجهة حيكون فيه كم كبير من خريجي وقرفة الخاصات غد يكون سوق العمل فيها اتقفل اللي حسنا الحظة السوداء طبعا من البلاد اللي يسموها المصطلة بتاعها يعني الدول الجديدة يعني الدول لسه جديدة فبأي مجال ممكن يكون فوقه يفتح افاق يعني في دول مثلا زي بريطاني اذا انت قريت اذا خريجت طبيب قد مات لك فرصة مثلا لانه المجتمع قد يكون تخلص من مشاكل الاوبيا والامراض وكذا فيه حوجة لمحامين لانه مشاكل الاجتماعي اكثر فأفتكر السودان ما زاد دولة قانية وحكاة التعليم المجدد دي انا اتمنى الدكتور انور في محاضرتان يركز عليها لانه تدعمل للشباب يعني فيه دراسة كان في امريكا دعمتنا قريد عنا انو في الاس غيروا حياتهم بحيات بسيطة يعني مثلا درسة الخصوصات ليقوا بس شغل عمل واحد عمل دراسة ليقى دكاتة بتاع الاسنان محتاجين مساعدين يعني ناوض التور اسنان الحقناء البنيجة كده حية ما صعبة لكن فوقها دخلي كبير لانه ما فيها شرطة فعمل يخش واحد كورس شهر شهرين ويشتغل فترة بسيطة بيعمل يعني معلد داخله فانا بس درانبلي انو التوربر ممكن قد تكون دي ادام مساعدة انو يدي الشباب اما انو التعليم متجدد ما انك تخرجت بتاع كمبيوتر مفروض انه يعني عمر كلام تشتغل كمبيوتر اذا السوق وانت محتاج لشغل ممكن تحول ال والشاب عنده طاقات عنده مكانيات فانت ما تأثر نفسك الحاجات قد يكون السيستيم السابع ونظام التعليمي التقليدي يوداك فوقها فاحكاة انك ممكن تغير اتجاهك دي حاجة ناس تخطها هنالي السوافة دي كده يعني قبل سنتين كده لقدام دخلت للشباب ممتاز انا بطلب من ولدنا شوان ور يعمل فوقسي لقدام شكرا لكم شكرا لكم طيب اخوانا بالنسبة للتاهيل انا قبل ما يجي من الدوحة لي هنا الخرطوم كنت باخد لي كورس في جامعة اسم اوائل كورنيل الجامعات العشر الاوائل اول كلية بتاع الطب في العالم موجودة في كلية في جامعة كورنيل دي كنت باخد لي فيها دورة بتاع مترجم فوري طبي لما دمش المستشفى ويتا ما بتقدر تتكلم انجليزي ولا اي لغة تاني بتكون محتاجي لك مترجم طبي صح فكنت باخد الدورة دي انا عندي دكتورو في علوم الحاسب الالي يعني تخصصي اساسا والساس جامعي وزول بتاع بيانات وامني معلومات وكلام زي اذا لكن الدورة دي بعد الشهادة بتاعته بتاعت كورنيل انا ممكن اشتغل بها بمرتب ستة الف دولار شفتها كيف ستة الف دولار الدورة دي عشان تخش ايتا عندك امتحان ومقابلة عمل لما تكتازهم بدخلك الدورة بعدما دخلت الدورة كل يوم في امتحان كل يوم في امتحان لحد ما في امتحان نهايي لو نيحت من سبعين في المية بتاخذ الشهادة اخذت الشهادة من وايل كورنيل من الجامعة دي بتاعتين كنت مترجم طبي معتمد ممكن تشتغل بها في العالم كله بتاك كيف فدي حاجة ما عندها علاقة بانك انت قارية توري شنو عندها علاقة بتاعت انك داير انت شنو ودي حتة انحمل ساعد فيها البحثين السودانيين بنوري الشهادات المتخصصة كلها الموجودة والمدربين ورغبتك والفرصة الموجودة وندربك على انك تمشي لك فالحنت بتاعت اللي هو بقوله عليها التكسير التكسير ما بين التخصصات المختلفة والبتاع دي فيها حاليا هو تريند عالمي حاليا شركات الكبيرة بتاعت التكنولوجيا بقد ما بتوظفونان على الشهادة في الشركات كثيرة عين الناس ما عندهم شهادات عندهم مقدرة فنية لأداء المهمة المطلوبة دا سوق العمل ماشي كده في العالم كله والله ما بهم من عندك دكتوراه ولا ماجستير ولا بكاريوس عندي انك بتجد تقدليه الشغل بتاعي دا انت بتجد تقدليه بالحد الأدنى صح انا ادربك بعد كده الحياة الدائرة زي مسلا البرنايب تاع تدريب الخريجين في شركة دال انت جايب متخرج بناخدك بندربك لمدة سنتين بعد كده بنستوعبك معانا زي ما نحنا دايرين زي الأطيبة بتخرجوه عام بعد ذاك بتتخصص في حاجة محددة ولا كده حاليا العالم ماشي فيه قصة عبور التخصصات دي الملتي دي سيبلري زول من تخصص مختلف ممكن يمشي يلتحق بتخصص ثاني فالناس ما تخاف لكن العقلية لازم تتغير العقلية القديمة يا اخوانا انه انا تخرجتها من ادارة بمشي اقدم في وزارة المالية ولا في الضرائب حتات محددة صح؟ لا 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 حاليا ممكن تقدم في اي حتة اترى موهل لها تقدم في اي حتة ما في مشكلة لكن تكون بتستوفي الشروط بتاعاته هما بتاعت الخدمة دائرنا هما الجزء الثاني اللي هو القطاع الخاص اتا ممكن تبدأ يعني المجال تاع ريادة الاعمال ده والشركات الناشئة اتا ممكن تبدأ شغلك براك يعني ودي برضو فيها تدريب وان احنا عزمة زولي حيجي تكلم في الملصة هنا ده عن الشركات الناشئة وريادة الاعمال حيجي زولي تكلم هنا متخصص في الموضوع ده نرجع للموضوع بتاع الحرية لانه ده موضوع مهم جدا جدا اخوانا الكيزان ديل سرقونا باسم الدين غشونا باسم الدين حكمونا باسم الدين الناس ديل كان بيغبشوا الوعي بتاع الناس في انو ما يقابل الحرية هو الفوضى وما يقابل وجودهم هو الكفر والي الحد انو هما ديل لو مشوا الاسلام راح مش كده اسيهم مشوا وحكومتهم مشت هنده عايشين في امانة الله مش كده اخوانا في مجل سوزة راسي ما في هنده عايشين في امانة الله وبالعكس عايشين احرار مبسوطين جدا جدا 24 كيرات فما هي الحرية طوالي طوالي كان بعد ما كان علاقتي والتضيير قدم الوسيغة الوسيغة اللي تقدمت دي المجلس العسكري احرار بره في الشارع ايوه يعني سادة الوسيغة اللي تقدمت من اعلان الحرية والتضيير فيها بل اللي كان ناغدو فيه هو المجلس العسكري بحتة انو مصدر التشريع هل حيكون الشريع الاسلامي او الحية تانية الحية دي اثرت السلبن على الشارع بره بصور ماذا تخيلوا لحد السيع اليوم ده انا في ناس قبيل اللي كان نغشهم في الحتة دي فيريد توضح لينا حتة دور الشريع الاسلامية في الوسيغة اللي كانت تقدمت من حرية والتغيير وهل ملزمة بانو يكون الشريع الاسلامية تكون تدير الوسيغة وتدير الدستورة من فترة الانتقالية شكرا جزيرة لان دي برضو نقطة كانت مهمة جدا جدا الوسيغة اللي تقدمت الوسيغة الدستورية وبعض اطراف الحرية والتغيير نفسهم ناقدوها قالوا احنا ما شاركنا فيها وكذا وبتاع جالي مجلس العسكري قاعد خلف رجل في رجل كذا قال والله يا اخي لا ديل ما ذكروا الشريعة صح والمجلس العسكري عاقته شنو بالشريعة وزاته موش ديل التلاتين سنة الفاته والمجلس العسكري دا زاته موش دا زاته كانت جزء للشريعة بتاعت الكيزان دي مزاودات سياسية دايرين تاني يشيلوا كرت الدين يدخلوا على اساس انو والله يا اخي ان احنا الشريعة الاسلامية واعلان الحرية والتغيير دي للملاحدة والكفار وحيعمل لكم فوضى و الاخرية دي مزايدة سياسية رخيصة ما عندها وزن ليه لان اخوانا ما انتال الاعتصام دا شفتوا مش قال الاعتصام دا كله سكارة ومساطيل ودعارة وبنقو بدا مش انتال احنا قاعدين في الاعتصام دا في نزول بتاع الدعارة ولا بتاع بنقو ولا بتاع هم بيحاولوا يرسلوا رسائل لبرة ليبرر المحتوى الاعتصام انو والله ان احنا لسه بنمثل الدين وفي زول جيه هنا اتكلم المحامي الوابو العباس قدم محاضرتين عن الدستور وعن التشريع وعن الاخرية وقال اخوانا الموضوع بتاع الشريعة دا موضوع النازل دا ريأكلوا بيوه ويشربوا بيوه لسه يعني يعني الليلة وبقرة يجوك يقول لك يا اخوالله احنا اداء نعمل الشريعة ونزع الى الحرية والتغيير دا هم ملاحي دا الكفار والاخرية يا اخوالنا احنا نتذكر على الحرية والتغيير دا الطيف واسع جدا جدا من اقصى اليمين لا اقصى اليسار مش كده النازل فيهم زول ممكن يكون علماني ما داير دولة دينية ولا دايرية فيهم زول تاني داير دولة الشريعة فيهم زول تالت دايري الاخرية احنا الدايرين نجنوها احنا كمواطنين دايرين الدولة المدنية ما الديني تاني تقول ليه الله يلاحقوك باسم الدين والكلام دا ما يستمر ما يستمر الموضوع بتاع الحرية دا اخواننا ربنا كفلوا لينا ربنا كفل لينا الحرية احنا المجلس العسكري ما له داري داري شي الحرية تنعمل بها هو يستاجر بها يعني مش كده؟ انا احنا اللي بنقرر في برلمان البرلمان دا لما يتكون هو اللي هيقرر شكل الدولة شكلها كيف؟ البرلمان دا هو اللي بيقرر مش نحنا مش انور دانا داير شنو ولا البرهان داير شنو البرلمان هو اللي بيقرر الدولة شكلها كيف؟ الزول اللي بيصوت هو اللي بيصوت لزول بيقرر شكل الدولة كيف؟ فالموضوع بتاع الدين والدولة دا معركة في غير معترك الليلة الكيزان بتاع الدولة العميقة الليلة دي عندنا مشكلة بتاعت كهرباء مشكلة بتاعة موية مشكلة بتاعة الدقيق مشكلة بتاعة بتاعة وغود دي الحاجات الهم بيتسبب تاخيرهم يعني احنا ما قادرين نفسي لقي الدم مش الموضوع بتاعينو والله يخي نااكل شريعة ولا نااكل باسطة ما يقعد يدي يلعبوا بواعي احنا الناس واعين بما يكفي وعارفين نفسنا دارين شنو فما يقعد يدي تاجروبين يعني الكام بيعملوا في ذا شريعة قبل يوم 11 أبريل اخوانا دي كان في شريعة طيب وين الشريعة دارين هم كي يطبقوا علينا يورون الشريعة في الناس الكتل والناس هنا دي قدام القيادة الكتل الناس في بورسودان وفي كجبار وفي جبال اللوب وفي دارفور وورونا الشريعة وين فيهم يعني فيبقى كلام ما كلام بتاع استهلاك إعلامي فأنا الحرية دي حاجة كفلة لنا الله سبحانه وتعالى والحرية لا تعني الفوضى بأي حال من الأحوال انا بضرب لكم مثل من حياتي الشخصية انا عيشت سبع سنوات في كوريا الجنوبية من الفين وثلاثة لالفين وعشرة كنت طالب ماجستير ودكتوره هناك في السبع سنوات دي اي بغالة في ناصية بيتنا كان فيها عرقي كان فيها بيرة وفيها ويسكي وكان انا في حياتي ما شربت لي بيرة ولا سكر دي حرية انو الحاجة موجودة لكن ما دهيرة انا حر في انو انا اقرر لما يديك سؤال يقول لك لا لا النازل حيفتح هناك البارات ياخي ما يفتحوا بارات انت تشرب انت عاستشرب فما تاكن نحنك ما تاكن نحنك انا ده لما البار موجود انا ما داير لكن البار لو موجود ما معناه انو انا بزعشان البار موجود بمشي اعمل الكلام ده ثم ثانيا ياخي في كم قايد من قادة الانغاز ديل اتقبض في اوضاع مخلة مدير مكتب الرئيس اتفطفت قبل اولد واحدة من القيادين ديل ماسكنو من مخدرات بعربية الدولة اتفطفت قبل زول في سيرنار بهناك قبضو مع مع زولة اتفطفت ينتي الشريعة دي شنو يا اخوانا هي عبارة عن بقالة ناخد منها دايرين نخدو في جيبنا والما دايرين نجدعو فالمسألة ما تبقى مزايدات سياسية المواطن عندو مصلهة مباشرة فيها انو تكون في ح کہرية ودوله مدنية والبرلمان بتاعه ممثلينش تاختينهم لا مجلس عسكري ولا الدولة العميقة بتاع الكائزان والامناجية هي اللي بتقرر ان احنا دايرين شنو انحنا البنقرر احنا دايرين شنو والمقررات بتاعتنا انو الحرية حق اصيللينا الحرية حق اصيل لينا ما فيزول يزاود عليهم ومافيزول يوريدة لشكل الحرية كيف لانو احنا شوفنا الحرية بتاعتهم قال لي بتاعت شنو؟ رفع المعانة قالوا رفع المعانة زمان كانت هي رفع المعانة يعني إنت لو معانة امورك بتزبط يعني ما معانة امورك بايضة يعني فالناس زيل اخواننا بيزاودوا بحاجات لتغبيش الوعي لحد الليلة الإعلام ما زال إعلامهم لحد الليلة الأمني ما زال أمنهم لحد الليلة الخدمة المدنية كلها ما زالت لذلك احب مصلحتنا تسريع عملية الدولة المدنية وتسليمها للمدنيين عشان سنة تكون دولة الكفاءات دولة الكفاءات دي بتنفي تماما بعد كده وجود اي زوليجي يعمل لك فيها والله عشان انا ما عارف يلا بنتك صيرة ولا دقني طويل ولا بحب الباصطة ولا معلش شنو هو ده معنا كلام صح القصة تحت المصارية ده بتنفع ثاني القرن الواحد وعشرين ده قرن بتحقيقة انت لو مبدع وكف وعندك منتجات وعندك خدمات العالم بيستقبلها وانحن عندنا منتجات وعندنا خدمات وعندنا بشر مفكرين بخلونا نمشي ليه قدامك فالكزان ما يأكلون حنك ما يأكلون حنك يعني الدولة ما مهمة اننا تدخل الناس الجنة الدولة مش مهمة ما مهمة اننا تدخل الناس الجنة ولا تطلعوا من النار ولا كده النقاش ده زاته معركة في غير معترك زي اللي اقول لها يا حتى تعالي تغدى مسلا تعالي تغدى معاي في البيت تقوم انت تقول لي لا والله انا اكل ملحه كثير ما اباكله يا حتى ده انت تعالي الغضاء لما انت تقعد قداما الصينية دي وتمسك العيشة تقطع كده ازال من الملح ما ممكن تعمل ليه شكله في ملح وما ملح حتى لسه الغدا ما جيته ولا حلت شدت زادة يعني فالناس زي اللي سي حالين بيودونه في معارك جانبية ده ما موضوعنا احنا عارفين هدفنا وين دولة مدنية ما عسكرية تليف تليف تجي راجع بقول لك ما عسكرية على الحرية والتغيير في البداء اثقاف نظام عمر البشير وتوابعه كل الحاجة الدولة اللي علاقة مع عمر البشير المؤتمر كلها مع بعض هم يجوك راجع يقول لك لا لا كيما ما فيه اقصاء جيب لك ما عارف قاعد قرطبة بالجنبة تقول له وتوابعه يجي كلافي تاني يقول لك لا كيما دقاق عندي جماعة كده يجاب له مقترحات في قاعدة الصداقة يجي الضربة بالكراسي وبتاء تقول له يا اخي وتوابعه كل يومين ثلاثة هو جايك لافي في نفس النقطة يا ابن حلال مع عمر البشير كشخص عمر البشير وكل المؤتمر الوطني ودولة العميقة دي يفترض انه يزال من المشاعد تماما ليه مش لانه يتيق اقصائي لانه زولدد اخذ تلاتين سنة فرصة مارس اسوأ انواع القدل والبطش والفساد وتضييق على الناس وتشريد الكفاءات ده كله اخذ فرصته كافية يعني يعني بعد تلاتين سنة دي يقول له يا اخي لا والله ما اقصيه زولدد لحده هو المبارح كان مستشار الرئيس اللي هو قال عنده فتوى مالكية عنده يقتل تلت الناس وده لانه زولد كريم يعني لو ما كريم طبعا لحد دي نص الناس ما فيه مشكلة يعني فكلام زاده ما بخش الراس يعني ما بخش الراس فزول زي ده ما عندك سؤال في الله يا فينا عوض الكريم عوض الكريم عبدالله ناصر قال لك انت لو بتعرف ربنا خليك واضح واشرح لهم المدنيات تعني جنو انت لو بتعرف ربنا خليك واضح واشرح لهم المدنيات تعني جنو انا بخاف ربنا وواضح واسرع لك المدنية تعني شنو المدنية بتعني دولة عندها مسافة متساوية مع كل المواطنين يا اخوانا في زول عنده مشكلة انه القبط يمشي الكنيسة كاذا يقولوا لي في زول عنده مشكلة انه القبط يمشي الكنيسة طيب في زول عنده مشكلة انه الصوفي يمشي زول صوفي يمشي المسيد ولا يمشي الضريح في زول عنده مشكلة دي مكونات المجتمع بتاعك في زول عنده مشكلة انه زول بيؤمن بالكجور ده مجتمعك ده مجتمعك انت ده لما انت تقول لي ان الدولة بتاعتي شكلها كذا انت دائرة الناس كلها تؤمن بحاجة وحدة دولة ايدولوجية بتاعت لغة عربية واسلمة قصرية يقول لك اسلمة المعارف شنو اي حاجة خدت لها كلمة اسلمة السماعة دي اسلمة السماعات هيئة الزكري والزاكرين الكلام ده كله طلع شغل تنظيمي لأكل موارد الدولة الدولة المدنية دي اخوان دولة عادلة تجاه كل المواطنين كل زول عنده فرصة انه يمارس معتقداته وافكاره وحاجاته من غير حجري ليه زول انت لقدر تعامل فيها انت مسلم اكتر مني في اخواننا مسلم بلدو بيدبورتين انت لقاعد نفسك انت اللي بتفهم الدين والدين بتاعك وانا ما عند الدين منه لقال الكلام ده ما لو في زول الليل اخواننا ويلدو مسلم بلس مسلم معه علامة زايد انا اقول لك والله فعلا يا اخي انا خايف من الدولة المدنية والمفروض الدسة بوراها وبتاع انا ما خايف من الدولة المدنية لانه انا عشت في دول مدنية انا عشت في كوريا الجنوبية وعشت في امريكا وعشت في قطر وعشت في السعودية وعشت في مصر وعشت في السودان كل الناس يا اخوان الناس ما تبقى تخاف مما تجهل يعني الكيزان ده الخوفون البديل منو وبديل منو ماعنشينو صح فينيt emperor زي ماك حافين 30 سنة احنا عاديين كله ممنا يقا archiveي من البديل منو البديل منو فينيt反ر البديل منو طالع البديل السيستيم النظام البديل دولة حقوق لكن لينسان دولة المواطنة دولة الدولة اللي فيه كل الناس عندهم نفس الحق في الدولة دي لان ياخد قليت عشان جياءلي حسن مني ولا يسعم الشايقة مينو عشان فوراه أحسن مني ولا عشان الوباو يحسن مني كلنا متساوين دي الدولة المدنية بالمقابل الدولة الكيزانية اللي كان بين قوسين اسمها الدولة الإسلامية شفنا رحي النتيجة بتاعتنا الناس يتبلد هنا دا بالطلق بالدوشكات شفنا الزولة جايبة اسم الدين طالع في العمارة بتاعت البشير به هناك العمارة البشيرة الطبية دي اللي اسمها بيقت أرقود عشان ما تموت كيف بكل خصة تكتل لك مواثن سوداني تاني من بعيد عشان تحفظ البشير عاش الملك الدولة المدنية الدائرة انا دا بتحفظ حق انا دا بنفس القدر اللي بتحفظ حق اخوي في دارفور واخوي في حلايب واخوي في الفشقة واخوي في الشمالية كلهم واحد كلهم عندهم نفس الحقوق والواجبات لكن الدولة الكيزانية البنقوسية اسمها الدولة بتاعت الشريعة بتاعتك انا شفتها نص الناس شردت بر السودان وناس ماتت وابادة جماعية وجرائم حرب يعني وجرائم ضد الإنسانية وحاجات تخليك انت كسوداني تنكس راسك في الواضح مش كده انه انت تكون في المؤشر بتاع الفساد تالت افسد دولة في العالم تقول لي دولة اسلامية انا كمسلم بشوف انه الكلام دا عار انك تقول لي انه دولة اسلامية مش كده اخوانا في مؤشر اسمه مؤشر الدولة الاكتر اسلامية في واحد قرأ عنه في مؤشر اسمه مؤشر الدولة الاكتر اسلامية الدول الأكتر إسلامية دي لما نقاسوها لقوا الدول الإسكندنافية ناس فينلندا والنرويج أكتر إسلامية من الناس الخطين في الدولة بتاعتهم يسيب إسلامية لأنه الإسلام شنو؟ الدين المعاملة الإسلام دي أخوانا معاملة الإسلام دي إتا لو ما جسدت في نفسك بشعاراتك ما بتعمله يعني لو سمينا دولة الزكري والزاكرين ما في زول بزكر ما في دولة الزكري والزاكرين فالدولة المدنية تدي الناس فرصة بتاعة إنه الواحد المؤمن دي يكون مؤمن بنان على قناعة مش خامنه خامنه مش كده؟ مش القصة بتاعت التجنيد والاستيعاب إنه أنا أجيبك بالفطور ولا بالشاي عشان أدخلك تبقى مخبر لي في الحي ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا كده الدولة دي أخوانا دولة بتاعت مواطنة الدولة المدنية دارينها الدولة بتاعت مواطنة دولة فيها كل الناس عندهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ومهمتنا نحن الفئات الأضعف الناس اللي الظلمت اللي يتمارس عليهم التهميش واللي يتمارس عليهم الإبادة الجماعية وكانوا ما جزء من اتخاذ القرار من الاستقلال لحد الليلة إنهم يكونوا موجودين في القمة بتاعتنا يحكمونا ويدربونا ونتعلم منهم عشان نمشي ليقدام عشان يحصل للمصالحة المجتمعية الكلام اللي يدوروا فيه الكيزان ده كله كلام بتاعت الرجعونه تاني لنفس المعركة القديمة الزمن يتجاوزها بكل أسف كل أسف يا كوز ما عندنا زمن نضيعه معاك تاني أنا إحنا ماشيين تجاه دولة مدنية تلحق برقب القرن الحادي والعشرين ما عندنا لطريقة بتاعت رجعة تاني حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب لو في أي سؤال والمداخل أشواء يتفضلوا المايك لكم كلكم تفضل ويساوي الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا بس دار أعلق على حتة واهدي والحاجة دي يا جماعة مهمة جدا أنه نلتبت عليها يا جماعة ذكرها الأخذة وأنا أول مرة جد دخلت لأعتصام يا جماعة وللآن صاب بيها هنا إن يا جماعة والله أفضل إنجاز عملات الثورة دي يا جماعة إنه وحدة الشعب السوداني أول إنجاز وحدة الشعب السوداني وأنا أتمنى أتمنى يا جماعة وقرية العنوان ده أتمنى لعمل ده يستمر إنه يقولنا نتوحد لأن الكيزان يا جماعة أكبر أكبر صغرة أو أكبر نتائج استغلوه في الشعب السوداني يا جماعة مسألة العنصرية يا جماعة ودي والله دي زي ما يقوله طاعون في جسد الشعب السوداني والكيزان استغلوها لأسباب معروفة إنه يكونوا موجودين يا جماعة في السلطة فأني هنا يا جماعة نعمل المصالحة المجتمعية اللي ذكرها الأخ لي يا جماعة لأنه يا أخواننا دوة الحساس جدا ودوة الوطن البيئة ليه ممكن أن تبشر الدولة أو الثورة حقا فأنا هس يا أخواننا بسماء في الحي وأنا جاي من الحي يا جماعة بعد ما قفلت الدكان قال لي يا زولة الثورة دي سورة شنو وسورة دو كل كلام ما يمش وكل كلام ما يمشي يا جماعة إنت بما في النها طبعا سورة كدو وسورة كدو وسورة كدو إيوا يا جماعة سورة شعيين وسورة كلام علمانين ودوة كلام يا أخواننا أنا عرفته قاومه إضطاء الغناغatie فأني هنا من هنا مبادر يا جماعة أنا بقول يا أخواننا ناس ليهم وزن إن شاء الله والإهم كلمة إن شاء الله يحاول يقتهم الأسواق دي يا جماعة بأهن نفس المحاضرات الجاينا يلقوها في الدين وكلام زي ده انا احنا برضو يقوى انه نمشي المحطات من الاسواك عشان نطرح المبادرات دي ونوري الناس ديال تلاتين سنة الناس ديال كانوا بعمل شنو فاني احنا برضو ما نختصر الموضوضة في طار الاعتصام هنا نفرين يمشي سوكستة يمشي الشعبي من ظلمان لامن يقوى انه والله كمية من الناس ما عارف الحاصل في البلد دي شنو صراحة واجزاكم الله خير وربنا ان شاء الله يوفق ورية سلامة دالة ومدنية يا رشاد ان شاء الله شكرا ان شاء الله وانا اتمنى يا جماعة الناس برضو تحاول تسير زي وقوله للمناطق الطرفية يا جماعة مناطق انا وتاني ما هنسميه الحامش لانو الحامش ده كان في احدى الانقاس فاني احنا ما وجدنا والله الكلمة الطيبة الا في السورة دي ان شاء الله وانهنا كلنا يلحى واحدة ان شاء الله جزاكم الله خير شكرا لكم شكرا جزيلا طبعا اخوانا في بعض القوى السياسية بتطلع مخاطبات برا برا محوية الاعتصام يعني انا باري بعدد من الناشطين السياسيين بيطلعوا برا وبيوعوا انو الحاصل شنو لانو زي ما قول هنا في جمهورية الاعتصام الحرة السودانية وفي مجموعات كثيرة جدا لسا عايشة جانا محاضر هنا اللي هو دكتور تامر محمد احمد من قسم الاجتماع في جامعة الخرطوم وقدم محاضرة اسمها مستويات تسقط بس المحاضرة دي كالتالي قال انو اخوانا في ناس تسقط بس كان بالنسبة له انو عمر بشير بس غار من وشنا ده خلاص كده سقطت الصاليك دي اللي قاعدين عاملوا في شنو بيقون يشوفوا شغولهم مش كده في ناس تانين انو والله يا اخي الوزراء ما منحمد او ما الوزراء الرموز النظام ديال موجودين وزالوهم ده خلاص سقطت الناس دي قاعدين تعمل شنو مش كده في ناس تالتين بيقول لك لا والله جوه لسا الدولة العميقة وفي الوزارة انا شغال وفي البنك يفكوا الحساب بتاع الفلاني الدولة لسا قاعدة ما سقطت لسا مش كده فما هي مستويات تسقط بس الحقيقية من وجهة نظر علمي اجتماع دكتور تامر قال انو تسقط بس المطلوبة هي انو التربة اللي كان قايمة على شجرة المؤتمر الوطني يفترض تتغير مش الشجر انقلعب التربة ما قاعدة لسا ما ممكن ان احنا يا اخواننا تاني عيدي انتاج الدولة دي الكيزانية دي بس باسماء مختلفة ان احنا ذاتنا كيف السلوك بتاعنا كان كيف زمان انا ده لو حسط لي مشكلة ولا بتاع بطلع تلفوني بضرب لي لي ضابط بعرفو بخارجني مش كده في زول تاني ما عندو زول يضرب ليو دل كان مهمش مش كده التربة دي بتاعتين انا بضرب لي زول عشان خارجني وزول تاني ما عندو زولي خارجو بيخشت قفل جوا السجن دي التربة المفروض يتغير انو كلنا يكون قدام القانون واحد اي واحد فينا تفتح فيه بلاق لا قدر الله حصل ليو اي حاجة القانون بينصفه بغض النظر عن كان جين ستو قبيلتو شغال شنو عندو قروش ما عندو قروش دي الدولة المدنية دولة القانون دي الدائرنا فالمستوى بتاع التغيير بتاع تسقط بس الدائرنا احنا مستوى بتاع ازالة البيئة الحاضنة للكيزان انو البيئة دي زنفسات تربة دي تزال تماما وتزال من وين اول حاجة من نفوسنا اخوان اول حاجة ان احنا ذاتنا السلوك بتاعنا بتاع قبيلتي وقبيلتك وصحبي وصحبك ونسيبي وقريبي وبتاع دي لازم نشيلها ونحصة تبقى حصة وطنة ان كلنا ان احنا سودانين وكلنا عندنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات فالناس البرة في ناس والله بالنسبة له انو عربشير ده مشا الناس دي قاعدين مضيعين زمننا قالوا المناظل جيفارة جيفارة ده لما يتقبض اتقبض هو كان مدس في مزرعة فكل يوم بيطلع بيقاوم وبيرجع الدسة تاني الزولة البلق عنه راعي بتاع قنم قال له اخوانا الزولة بنواسة ولا يفتش في الاسمه جيفارة ولا هنه ده قاعد في الحيطة دي هنداك هناك فقام جيفارة الراعي قال ليه اخينا الزولة يا اخي قاعد يناظل من اجلك من اجل مستقبلك يدت وانو احوالك تبقى افضل وبتاع ليه بلقت عنه قال ليه اخي الزولة قدر ما يمشي كادل النازل الغنم بتاعي بيجرن ففي ناس كتار قاعدين برا خمهم غنمهم بس انو الشارع الليلة مكفول والناس يضيعوا الينا زمننا وبتاع ما قادرين عينوا للصورة الكبيرة في انو احنا مستقبلنا كلنا وانا ما الموضى يكون افضل قال ليه لا انت لو امشيت وعملت لك مشوار ولا شغلت ودخلت عشر جنيه لو في دولة كويسة انت اغ antar coins always بضخل عشرين جنيه تلاتين جنيه لو انت العشرين جنيه والثلاثين جنيه بتشيل انو اجريبين في المستشفى لو بي دولة كويسة انت ما حتاك تدفع عشرين ولا ثلاثين جنيه علاج مكاني انت لولا الكروب بتشيله وتدفع على ولادك في المدرسة لو بي دولة كويسة انت ما محتاج تدفع قروش معناه ان احنا مصلحتنا كمجتمع وكدولة وكأمة اننا كلنا ننجح في تحقيق مطالبنا في الدولة المدنية دي مش كل واحد فينا يكون مصلحته الخاصة فينا انا والله الليلة طلعت الصباح والكبار مقفلة والحد الساعة ثلاثة ما قدت تعمشي ها طيب يا فضينا لك الاحصام ده ما رقنا ايه تح ترجع وين ايه تح ترجع الطبيعي والناس كان عايشة دولة طبيعية اصلا في زور كان عايش دولة طبيعية يا اخوانا الدولة دي من شدة ما كانت فاسدة مفسدة الناس بيقى سلوكة جزء منه فساد الزلطان قساء يقليه حافلة بيطلع الصباح اول حاجة بيعملها شنو بيقطع ايصال اول حاجة بتدين نفسك بتقول انه انا ده مزنب يا اخوانا وبيزنبك ده تحت تليف باقي اليوم كله قدروا ما يجيك عسكيري ثاني بتقول لي اخي ما هوندل ايصال بتاعي اتخيلوا دولة قائمة على جيبايات انه اول حاجة الدولة تخلص حقها منك وبعد ذاك يتزمشي سوق الله هو اكبر تكابس عشان تأكل اولادك وكذا فدي دولة ظالمة يتدار ترجع للدولة دي لما نقول يا اخوان لا سقطت ما سقطت صاب بينا لانا انا ما داري جعله ديك انا داري مش للدولة العادلة البتديني حقيه وحق غيري يعني انا ده احتمالا عندي فرصة واستاذ ومتعلم ومرتبي بالدولار لكن الزولة التانية ما عنده يعمل شنو يعني فانا اسي صاب بيه هنا ده عشان الزولة ما عنده مش عشان نفسي اي نعم عندي مصلحة شخصية واولادي وغيره لكن عشان الوطن ككل ما انا صاب بيه هنا ده نيابة عن زول قاعد في الفاشر قاعد في في كاودة وزول قاعد في حلايب دلما كلهم جزء مني هنا ده انا بمسينه هنا في صباطبي الاعتصام فالناس انتعين اخوانا للصورة الكبيرة الناس القاعدين برا مهمتنا انه نوعيهم في انه يا ابن حلال انا والله مش ما عندي موضوع انا والله مش ما عندي شغلة ولا قاطع برنامج انا اخصم بالله مشغول اكتر منك لكن مصلحتي ومصلحتك انه نحقق الهدف بتاعنا المشترك بعد نحقق الهدف المشترك ده اتا هتعرف بالضبط ليه انا كنت اصاب بيه هنا ده لحد الوقت ده كسبر علي يا اخ ساعدني يا اخ ما تدور الاشاعات ما يقول لك يا اخ انه نازل عمل شنو شنو في الاعتصام ما قاعدين نعمل حاجة غلط بالعكس مش ما نعمل حاجة غلط لانه احنا خايفين الاعلام يقولوا علينا والمجلس العسكري ولا بتاع احنا بيخاف الربنا اول شي احنا بنعمل الكلام ده لانه ده الحاجة الصح لانه احنا مختنعين بيه ولانه احنا مواطنين واعين لحقوقنا وواجباتنا لانه يدور الدائرين لانه احنا اللي قدام فالناس البر اخوان الناس يتكلم معهم وبعدين افضل حاجة انك توضح بيه واتصابات وفيسبوك لايف وما عارف شنو فلان قال شنو علان قال شنو بتاع ودي ثقافة موجودة يعني الانجليزة اللي كانوا عايشين في السودان هنا يقول لك انه خرطوم مدينة الاشاعات زمان في الاربعينات والخمسينات والستينات لما الناس كانت شوية والمدينة برتبة كل اربع خمسة شوارع فانحنا لليل ثقافة تحت الاشاعات قاعد عندنا بدور يعني انا من الناس اللي اتعرضت الاشاعات مبالغة طعم ده ما قالوا الكوزة الامنجي المندس ما قدي الاخري فجيب الزول هنا ده الاعتصام خليوا كاتب انه الكوزة الامنجي المندس القول له الكوز ده قاعد يساعدك في النبو تصابيها لك انت تلبي اللايف هناك ان شاء الله ربنا يسهل أمورك محمد والساير الجداد جداد التروني المهم يا شباب فمهم جدا مهم جدا اخوان نكون كلنا على قلب رجل واحد في وحدة الهدف وحدة الهدف لا تعني اتفاق الارابي المناسبة واحدة من الحاجات الحنواجيها في الفترة الجاية الممارسة الديمقراطية انا احنا ما متعودين تالذين سنة قاعدنا نسمع صوت واحد بس كل القناوات الفضائية بتطلع كلام واحد والجرائد كلها بتطلع كلام واحد اللي بتطلع كلام غير كذا بتقصى وجهاز الامن والخراب الجهاز اللا امن والخراب زفتي الوطن اذا دع مارس اسوأ انواع الازلال للصحفيين بانه ما كان فيه قانون اصلا بيطبق الصحفي حسبان مرغني قال انه القانون اللي كان بيطبق عليه انه فيه ضابط بتاع امن بيطلب ليه التلفون بيقول ليه اسمع ايه تتوقف ما تكتب تخيلوا اخوانا يعني مستوى بتاع ازلال زي ده ليزول صحفي قلم حر بيكتب بتضرب ليه ما التلفون تقول ليه خليلا ما تطلع جريبتك ده مستوى اللا امن ولا قانون يعني فالنازل كان بيقدبوا الناس في معاشهم وفي اه في تعليمهم وفي شغلهم وفي غيره في غيره الكلام ده احدا دعنا نرجع عليه ما دعنا نرجع عليه احدا نمشي ليه قدام فعشان نمشي ليه قدام لازم نكون متوحدين في الهدف اهراءنا تكون مختلفة ما في مشكلة والله يترايك في فلان رايك في علان في فرتكان لكن هدفنا في النهاية شنو واحد اهم حاجة انحنا حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب دي الحدة المهمة اللازم نصير على مرة ومرتين وثلاثة المنبر بتاعنا بتاع البحثي سيداني المنبر بتاع وعي اي زول في مفهوم ما فاهمه ولا بتاع ايجي اخواننا مدنية عن شنو ها الحرية عن شنو الاخري الاخري مش كده شكرا جزيلا التحية لك يا دكتور انور واخر نقطة انت قلت مشكلة المصطلحات والمفاهيم نعم وانا سيب استذكر الطريقة اللي سعيد بيها المداخل في اللايب عوض بلليك انت لو بتخاف الله شرح ليمي عن شنو مدنية حيبا وانا عارف انه في الباله قاصة صينيعة لو انت بتخاف الله شرح ليمي عن شنو مدنية نعم الحاجة دا رقول اخواننا من هنا يعلي من ستة ابريل مش ستة ابريل مما يتفجلت الثورة دي المفترط كل الشباب تصفر العدادات اللي كانت مشكلة بقى ادمغاتها زمان وتبدأ مبادرة بتاع البحث ابحث ما تسخ في اي حد حتى انور دا ما تسخ فيه السقة عاميات ابحث براك عارف عن شنو علمانية عارف عن شنو مدنية عارف عن شنو ايدروجيا عارف يعني شنو الحاد عارف يعني شنو الدين ابحث براك شوف المفاهيم دي بتاعنا شنو وبعد ذاك تعالي تتصور شوف الدين دا علاقته شنو مع العلمانية الدين دا علاقته شنو مع ابحث براك ما تخل الانسان يقوم هو يوهماك هو يقوم يمن لعلك مفاهيم معينة فالبحث البحث مهم جدا بنورك يعني انت براك حتتخلع يعني شنو لما انتقرى براك كده وتعرف حتى نتخلع أنا متأكد حتى نتخلع بحاجات كثيرة جداً فايتة على الناس دارك بس توضح للناس بمدى أهمية البحث في المرحلة اللي جاية دي ومعرفة المصطلحات والضبط شكراً جزيلاً لك ده السؤال مهم جداً تعال 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 قرب للمايك تعال تعال قرب 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 اخوانا أي أسئلة ونقاشوا إسرائيل نقاش دي حاجة مهمة نحن قاعدين هنا صابين هنا عشان الموضوع ده فتفضلوا طوالي لأن عارف السلام عليكم لأن عارفكم عام بصورة أكتر المجلس العسكري بيعني شنو بحد ذاته والمدنية بتاعه تمام السؤال بتاعه إنه دائري يعرف المجلس العسكري يعني شنو والمدنية يعني شنو يعني دي حاجة ودي حاجة مش كده واضح مش كده طيب السؤال يخوانا فيه فيه أسئلة بيقول لك الأسئلة دي خطأ بالتصميم يعني أوريكم نموزج لسؤال خطأ في تصميمه الجدادة أول ولا البيضة أي أنت قلت البيضة أنا أقول لك الجداد إلى آخري فده سؤال دائري يعني بخليك أنت تكون لافحة ولنفسك كده ده وممكن تكون فيها حروب وبرضه ما فيه إجابة في النهاية من الأسئلة الخطأ بالتصميم لأنها بتكون مهندسة يعني أنا دائريك أوصل لك لنتيجة محددة دائريك أنت راسك لافحة طوالي البديل منه البديل منه معناه أنا أول حية سبتت نفسي إنه أنا داء سابت وإنت تشوف لي بديل أنا شلت التكلفة بتاعت إيجاد البديل أديتك لا يتذا مش إنه أنا كعب لا 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 إنت تفتج الكويس وبعدها الكويس ما تجيبه لا ينتجيبه أحسن مني وأنا بالمناسبة الدين وأنا الشريعة ذاتي ولو قلت أي حية فينا ألا ينت قلت كلام في الله ده ما كلام إذا كلام الله ده مش الكيزان كان حاتميننا كذا دي السرقة والأخطاء اللي بيخدتوها فواحد سأل في اللايف قال ليه إنت لو بيتخاف الله أوريه المدنية عني شنو يعني شنو يعني هو مفترض أولا هو بيخاف الله ثاني حاجة المدنية ضد الله وقاله ده لو راجل أوريكم المدنية شنو لأنه لو وريتكم المدنية حتقولوا ما دا يرينا ده سؤال خطأ في التصميم بتاعه لأنه القصد منه يوصلك لنتيجة محددة إنه المدنية كعبة منه قال الحرية كعبة إنا هديناه السبيل إما شاكرا دي ما حرية إنت دا إنت دا إنت بتعرف أكثر من الله يعني ولا شو ما أنا ما قاعد يرفع معني إنت قلت حاكمنا بالشريعة 30 سنو وانت سقفت خليك من الناس الماتوا هو زادوا الحيدة السيدي إيدي بس يوريلي الشريعة ويانا كانت المعاملات ربوية والقروض وليقوا القروش مقبوطة ويتقبضوا في الزنا ويتقبضوا أي مصيبة الزمن يخوانا الكيزان دي قسنوا مرحلة من السوق إنه بعده ما في عسوء من كده يعني يعني أي بديل للكيزان أي بديل للكيزان كويس مش كده يخوانا السيديناه قاعد في الوطا ممكن أنرط أنزل تحت الوطا ما خلاص أنه وصلت الوطا مش كده الكيزان دي لوصلنا الوطا القاع أي حاجة بديل له أفضل منه تعال 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 تتكلم عم كبير من العمر صدفة يعني في الكلام ده قال لي يا ولدي عم الكبير يعني قال لي يا ولدي ما في أسوأ من الناس الفاتدين بس هايو نعم والله يقل لي الكلام دي جمع نعم يعني ما في أسوأ من كده أسوأ من كده حتوصرنا وين يعني يعني تزول كتلت وأبيت إخوانا نتذكر بس يعني أسف روح الشهيد إن شاء الله ربنا يرحمه ويتقبله يعني الأستاذ الشهيد أحمد أعوذ الكريم أحمد القير أعوذ الكريم أستاذ تعتقله تعذبه تقتصبه وتقتله وطايد تقول لي أنت كنت حاكم باسم الشريعة ما هو الروني في أسوأ من كده شنو يعني وروني أي زول بديل للناس دي ممكن نعمل شنوها سوأ من كده ما ممكن يجي زول زي دي يقول لي خلنا مدافع عن الشريعة إنت شوهت ومثلت بالشريعة بتاعتنا بالإسلام جريته بالواطة كده ده جريته في الوحل تقل لي أنت شريعة إنت مال شريعة ولا أنت مستل الشريعة إنت زول بتستخدم الدين كأداء لتمكين ذاتك وشوفنا الكلام ده شوفنا يا أخوانا نازل الحسابات المليارية وشوفنا المجمعات السكنية في الدول الخليجية والحسابات في الفساد ده كل أخوانا من الناس المجلس العسكري مساهم فيه المجلس العسكري ده يفترض إنه يعلن عن أي حاجة قبضت والقروس مشتوين ما قوض أي قوض لو ما قوض يوري يطم من الناس يقول لي أخوانا أرحنا قبضنا فلان الفلاني عنده الحاجة الفلانية فلانية ما في كلام المجلس العسكري أخوانا امتداد للدولة الكيزانية الفاتتة عشان كده يسقط المجلس العسكري ومدنية قرار الشعب ما في حاجة في النص يسلم نرجع للمسألة بتاعت المدنية دي المدنية والعسكرية أخوانا أنا والدي فضح الرحمن أحمد دفع الله الدفع 23 قوات مسلحة القوات المسلحة بيدربوك عشان تطلع ضابط تأدي مهام محددة مش كده الجيش وفقا للدستور عنده مهام محددة أنا ولد أبوي أنور ده أنا زول اتدربته كأستاذ وباحث متخصص في مجال الحاسب الآلي شغلتي دي أنا بعرفه ونجيضة كويس والدي شغلت بعرفه ونجيضة كويس عندي ودعمي بتاع قانون اتدرب في المحامة دكتور أبو بكر ده وشغلت بعرفه ونجيضة كويس عندنا بيدعمنا طبيبة شغلتها بتعرفه ونجيضة كويس هل في زول واحد فينا بقدر يقوله بقدر عمل حياتي كلها سوا المجلسة العسكري ليه داري حكم ما شغلتوا ينحكم إنتوا كضباط يتدربتوا تدريب محدد مالكم جايين تتغولوا على الناس وعملين فيها بتحكموا يتوا بتحكموا المجلسة العسكري عشان نحكم لازم يجيب ناس تانين عشان نساعدوا عشان نحكم لأنه ما مدرب على الحكم صح؟ أنا هل دارين دولة بتاع توسط يا أخوانا؟ احنا مش فارقناه والمبارك؟ دارين نجيبها تاني؟ إنه كل رئيس يكون عنده 500 عسكري مساعد ومستشار وعواطل قاعد لنا عنده عربيتين وثلاثة ووظائف ما عنده حد وكذا على حسابنا نحنا هل دارين زول مهمة يحكم لأنه مدرب يحكم لأنه عنده خبرة في المجال ده المجلس العسكري ما مدرب إنه يحكم في صدفة وتقدير من الله سبحانه وتعالى المجلس العسكري بيشكله ده جاء اتلمت كل الجهات العسكرية في مجلس اسمه مجلس عسكري موقت نذكره وإنه موقت ما أدى لك تفوض إنك تحكم عشان تقعد وتواصل وإنك إنت تكون الجزء الأكبر من مجلس السيادي منه إنت تتفاوض منه يا أخينا أنا إحنا سقطنا إنت تتفاوضنا أن إحنا في حقنا إنت دورك في الدولة مدرب إنك تحمي البلد والحدود ما أكتر من كده ما تعمل لي فيها إنك إنت والله منجطة إنت ما منجطة إنت منجطة في العسكرية أنا منجطة في المدنية ده منجطة في الطيب ده كل زول فينا يشوف شغلته عشان الدولة تبقى دولة حكومة بتاعة كفاءات تكنقراط وتمشي لك الدام فما في زول يخش في حتة محدة ما في حتة الدولة ده إنها دولة مدنية العساكل عندهم فيها دور والمدنيين عندهم فيها دور وكل زول عنده فيها دور المواطن عنده فيها دور مش كده؟ فبس مدنية معنا ما عسكرية لو المجلس العسكري ده لو في زول منه بيقى الرئيس الدولة نفسها قاعدة نفس عمر البشير بس شال عمر البشير جابه البرهان ولا جابه زيد ولا عيد من الناس الدولة دي المدنية إنه بيحكموها المدنيين التفكير بتاعها مدنيين المسافة بتاعتها من الناس كلها واحدة ما في زول عنده نجمتين أكتر من مواطن سودان تاني لتقول لي قبيلتك ولا دينك ولا توجهك السياسي ولا غيره ده الكلام المهم في الموضوع بتاع المدنية والعسكرية ما عسكرية المجلس العسكري ما عنده شرعية ما عنده شرعية بماطل في الزمن عشان يكون عنده شرعية لكن ما عنده شرعية العالم ده كله ما مدي شرعية غير السيسي والمعرض منه البداع بيحاولوا لأنه مصلحتهم المباشرة إنه يكون المجلس العسكري ده هو الحاكم أنه إحنا كمواطنين سودانيين وأصحاب تفويض وصاب بنا هنا ده ما مصلحتنا إنه يكون المجلس العسكري موجود في حاجات تفاوضية في بعض مراتي أزي يقول لك شنو فجأة كنت أتقل لك نفسك في شكله الغلطة منهم الغلطة أنت تعتفرتك الشكل أسي في حاجات فرضات الطبيعة زي ما هي أسي نحن في خلال 72 ساعة جاية دي يفترض إنه يا أخوانا تحدد مصير بلدنا يا إما دولة مدنية يا صبة أبدية ما في حاجة فرمش لكن مجلس عسكري ما بيحقلوا إنه يحكم ونحن كمواطنين عندنا شوهد هنا دا ماتوا يتبلوا هنا دا وإحنا مستعدين إنه نكون امتداد لهم ما في طلقة بتاع الدوشكة ولا صاروخ ولا بتاع بتخوفنا مش كده مجلس القيادة العام وزارة الدفاع ما أخايفين من زول العندو صاروخ لا في الغارات خليه يجيبوا يفكوا فينا هنا دا دولة مدنية ولا ما متحركين من هنا وهم نفسهم فهموا القوة بتاعت السلمية أنا من اللازل كنت بتشكك في قوة السلمية في لحظة من اللحظات سلمية ثورتنا دي أخواننا درستنا وعلمتنا كلنا قوة السلمية دي قوة عظيمة والله سبحانه وتعالى صراحة كده يعني يعني أكرم الشعب السوداني بإنه هداو وداو وثبتوا في موضوع السلمية دي الحمد لله والله يتوفيقنا الله سبحانه وتعالى لأنه لو كان فينا واحد شاء له السلاح في بحيط القيادة والله بتاع والله هناك كانت فرتقنا كلنا أسي العساكر الموجودين والضباط والبيز كل الناس دي عارفة قوة السلمية وعارفة قوة اعتصامنا دا وهناك يصاب بنا عشان لو أصف المجلس العسكري دا ما استمد الشريعية بتات لو المجلس العسكري دا ما استمد ما عند الشريعية نفترض المجلس العسكري يأتي إلى مكان البغى القاعد فيها كلام جميل الكلام بتاع انه المجلس العسكري مهض يأتي هنا بميدان الاعتصام ويقوم يناقش الناس ويتكلم معهم وكذا المجلس العسكري شغال بالعقلية القديمة العقلية بتاعة الناس تمشي ليه وسعادته وما عارف شنو وحراسة ما عايش الروح السورية بتاعتنا نحن دي لو عايش الروح السورية بتاعتنا كان زمان سلمه كان الواحد فيه بتواضع وفيه منه الناس القاعدين هنا ديل ديل ناس ضحوا عشان مستقبل أولاده الزول يا أخوان ضحى بحياته هنا ضحى بمستقبله بحياته عشان ولد ولا بنت البرهان ولا اي حمدتي ولا اي زول في الناس في الناس يال في الناس يالله فيها كويس حيبقى كويس ليه منه لو ما الشهيد ولا ابو الشهيد مش حيبقى لينا كلنا معناية عندك سحن في الموضوع ده يفترض انك اتتتتسرع وتسلم الدولة المدنية تسلم العكم المدني ده احتراما ليه اروح الشهدات دي مستقبل تشد الناس الليلة بكرة الليلة بكرة يسأل لنا زولة هل هو كوز لانه قبل يومين عنده صورة منشورة مع رؤوز عجاز وكيف نحن نتخلص من مسألة التشكيك سؤال من ابو سفيان مشاري طيب شكرا جزياء اخوانا اديكم خلفية انا من سنة 2003 ل 2010 كنت طالب دكتورة في كوريا الجنوبية اول مرة ما شايت كوريا الجنوبية معلش انا اسف ان حاخد الموضوع ده حاج شخصيا لكن حوضح بها وحوري ان الموضوع ده ما موضوع شخصي موضوع الاشاعة والتشكيك والتخوين ده موضوع بنطبق علينا كلنا اعسي انا ما جاءتني فيني لكن بكرة ممكن تجي في اي واحد فيكم فكيف ندعمل مع الموضوع ده انا هتكلم من الخلفية دي من 2003 ل 2010 كنت طالب دكتورة في كوريا الجنوبية طالب ما يسير ودكتورة المنحة المشايت بها ما منحة كيزانية حكومية ما في حكومة السودان ما بتديك منحة في كوريا الجنوبية ما في كلام فارغ زي ده في بروفسر كوري عنده منحة محتاج انه يدعين فيها باحثين فانا دعينتها كطالب ماجستير في كوريا الجنوبية خلصت الماجستير من حر مالي عملت شركة بتاعت عربات وصدرت عربات من كوريا ليهين للسودان ودفعت الرسوم الدراسية بتاعت الدكتورة حد ما خلصت الدكتورة احمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه يعني الاشاعة طلعت شنو في الوقت ده انا زلو بحب الانشطة والخدمة المجتمع المنبر بتاع الباحثين السودانين ده يا اخواننا هي عبارة عن مجموعة عمره عشر سنوات السستة انا ومعاي مجموعة من الناس سنة 2009 الليلة ليه عشر سنوات في خلال الفترة بتاع السبعة سنوات دي كنت شغال متطوع في رابطة الجالية السودانية في كوريا ونحن كلنا عشر يعني زي مية نفر ما كتر بتجي وفوت من السودان قدتوا كجالية السودانية بتجي استقبلوهم الجالية في كوريا الجنوبية اخواننا عددها محدود والناس بتعارفوا كلهم ما زي الجاليات في الخليج في السعودية في مصير وفي الدوحة والجالية كيزانية وما كيزانية ما في زادوا عدد ناسها لشان تقول ده منو الكوز ومنو الماكوز كلنا شوية وكوريا الجنوبية الناس تكون مشغولة فيها ومدروشة جدا الفترة دي كنت نائب رئيس الجالية السودانية من ضمن زيارات تحت الوفود البتاجي جاد طيارة كاملة فيها من عمر البشير لعوض الجاز لكمال عبداللطيف لأمين حسن عمر إلى آخره إحنا كمكتب بتاع دورة 2008-2009 استقبلنا الناس ديل وعملنا تكريم لأمر البشير مش تكريم أنور شخصيا عمل تكريم الرابطة بتاع تجالية السودانية عمل التكريم إنو والله الرئيس ده جاء قبل ما جاء رئيس إلا جحفر نيميري فالجيب تعاط رئيس بلدك في بلد زي بعيدة زي كوريا الجنوبية كان بتعني حاجة إنو كنت موجود في الإعلام وعرفه السودان شنو بنسب السودان لا ما معروف برا شن تكونوا عارفين يعني السودان كدولة ما معروف إحنا قلنا بنوصل بمصر دايما يقول لك سودان أو دية السودان دوين باللغة الكورية تقول لك إيجبتو دوين تحيد مصر في الخريطة آآ إيجبتو ديل الكوريين بعرفوا إنه كتب من الحتة الفلانية أبريكا 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 فالشاهد في الموضوع إنو الحاجة دي لما حصلت ما حصلت أنور كرم عمر البشير أنور مين يعني طالب بتاع تطور زي 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 زول في كوريا يعني مش كده؟ أنا شخصيا بحب التوسيق أنا شخصيا بحب التوسيق عندي أكتر من أربعمية ألبوم فيهم أكتر من عشرة ألف صورة في فيسبوك أي زول موجود معي في فيسبوك اللي بتابعني بعرف عدد الصور اللي عندي وإنه بحب السيلفي وصور مع منو مع منو من ضمن الحاجات اللي صورتها مع الناس الآبوم ده أنا خطيته دينفسي في فيسبوك لكن الآبوم ده أخوانا فيه صور مع سياسيين تانين يعني مثلا في مظاهرة في لندن كانت صور مع ياسر عرمان ومع محجوب حسين العدل والمساوة وعندي صور مع سياسيين تانين فعندي ألبوم وسميه صور مع سياسيين الحصل كالتالي الكلام ده ليه 11 سنة 2008 الألبوم ده فيه صور مع عمر البشير وعوض الجاز وإلى آخر وإلى كتر دي معلومة قاعدة وما بنكرة وده حاجة حصلت يعني والوقت داك لا فينا زول عارف إن عمر البشير دا أنا شخصيا لا عارف إن عمر البشير دا قاتل وعمل إبادة الخلام دا ما كنت فاهمه ولا واقع عليه بالطريقة الواقع عليها لكن لما الواقع علي في 2008 زاتا عملت أول مدونات بتاعة فيديو في اليوتيوب اسمه كان مدونات أنوركين في 2008 أول زول ظهر بلحمه ودمه في اليوتيوب واتكلم انتقد جهاز الأمن ونافع للنافع وصلاح قوش وعمر البشير كنت أنا دا الكلام دا موسق ومكتوب عنه مقالات 2008 عام بتكلم في التسلسل بتاع الأحداث أنا ما بقدر حيس ليه كسي بورا أرجع ورا حيس هناك الحاجة حصلت تاريخ ما بقدر أرجع يعني أعدله هناك يعني لكن 2008 دي أنا من الناس أنا من الناس 2008 اللي اتعرضت لمحاولة بتاعة فصلي من الجامعة السفارة السودانية في كوريا عملت شكوة رسمية لوزارة الخارجية الكورية الشكوة الرسمية مشت لوزارة التعليم العالي مشت للجامعة جات للمشرف بتاعي بتاع البحث إنه الشخص دا بتكلم كلام سياسي ولازم يوقف وما حصل لحد دي نهاية 2010 ذكروا قبل الانفصال بشوية أنا خلصت دكتورة بتاعتي سحبت الفيديوهات دي كلها من الانترنت وجيت راجع على السودان وبديت هنا كوستاذ جامعي في جاء الزعيم اللساري في 2012 اتفصلتم جاء الزعيم اللساري برضو بسبب الآراء السياسية وإلى آخر وإلى آخر في 2013 المؤتمر البنظمي اسمه مؤتمر تيديكس قفلونا جهاز الأمن والمخابرات الوطني الكلام دا موجود وموسق في فيديوهات في 2013 في الحراك بتاع سبتمبر نحنا كنا جوزه من نفير 2013 في 2013 الحراك بتاع سبتمبر كنت جوزه منه في يوم دفن الشهيد صلاح سنهوري في جارعة الستين أنا خنكت بالبومبان وقربت أموت ما رجت من السودان مشيت أمريكا قعدت في أمريكا سنة جيت راجع على السودان تاني أنا قدر ما أطلع برة بطلع من السودان لكن السودان ما بيطلع مني بجي راجع تاني لأنه الحصة وطن زي ما حاصل أسي حاليا مشيت السعودية جيت راجع على السودان مشيت قطر جيت راجع على السودان ليه؟ لأنه ميدان معاركتي ومهمتي ليه شعبي ومجتمعي في السودان هنا دا دا السبب الوحيد المخلين يا أخوان أنا موجود معكم هنا انا شغلتي الليلة لي وظيفتي الاساسية واستاذ جامعي في دولة قطر اول ما البداع دي بدأت انا يوم 6 يناير كنت معتقل 6 يناير 2019 كنت معتقل في موكب الاساسة تاج عمالة خرطوم هنا ده اعتقلوني من جنب الشارع الحوادث ومشينا وتم وضربنا ويهانتنا في معتقل جهاز الامن ده في موكب شندي الناس الحصل شنو تاني يوم رمضان في موكب جماشي من هنا ده مشه على هناك اشتبك مع الدعم السريع سمعتوا بحيه زيدي تاني يوم رمضان الموكب جماشي ودخل به هناك على القيادة واشتبك مع الدعم السريع به هناك انا اتضربته مش فيه ناس اتضربته انا شخصيا اتضربته ايوه اتضربت هنا في راسي اتضربت في كتفي هنا ده اتضربت في يدي واصبعي ده كان وارب في اللحظة ديك طلعت فيديو لايف قلت اخواننا انه انا اتضربت وكان في اشتباك والنازل كانوا حاقدين جدا انا احنا نقول لهم سلمية سلمية وبنحاول ان نرجع السوار والنازل ضربونا يعني تخيل انا مديوم ظهري وبرجع في السوار اتضربت هنا ده فطلعت لايف اللايف ده الريد بتاعه كان شنو الريد بتاعه شالوا الصور بتاعته بتاعت قبل 11 سنة وشالوا الفيديو ده وكتبوا كلام الصور قبل 11 سنة في قورية جنوبية حقيقية ما كسب انا شخصيا خطيتها ما فوتوشوب فعلا عندي صور مع البشير وعوض الجازو الاخرية الفيديو اللي حصل هنا بتاع الضرب ده حاجة حقيقية حصلت شالوهم اللي اتنين وخدتوا معاهم كلام قالوا اخواننا الزول ده اللي بتكلم في الفيديو ده عينوا صوروا مع الكيزان والامن ده منجي مندس هدفه خلقفتنا بين السوار والدعم السريع وجيش فده منجي ما تسوز ده الكلام اتطلع كده الحملة دي حملة كانت منظمة جدا جدا طلعت في فيسبوك وتويتر وواتساب في نفس اللحظة وطلعت بكسافة لدريد انو في ناس قرائبين اده قرائبين اده قال لنا انا كوسو اعلم مندس يعني ده يوريقوني شنو الجداد الالكتروني والماليشيات شغالة بامكانيات كاملة امكانيات تعد دولة ومش ارى براي محمد ناجل اقصر طلعوا فيو اشاعات بكري علي اللي بيجمع التبرعات في امريكا طلعوا فيه اشاعات فارس النور فارس النور طلعوا فيه اشاعات ناظم سراك طلعوا فيه اشاعات يعني هي ما حاجة فردية ده اسانة شرحت لكم الموضوع الحصد شنو صح كيف نها كيف اننا نعارج الموضوع ده ده المهم الموضوع اللهم الكلام ده كله اخوانا في العلم اسمه التنمر على الانترنت او التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي اول حاجة تعميله لو حصل حاجة زيدي شوفت لك شاع عن زول قال لك كلان ده ابنجي مندس كوزمدسوز داري فرق السوار اول حاجة عليك اللي ما تعمل شير اول حاجة المعلومة سبيت عندك ليه؟ لانه بعد ما فكيته تعملت شير في زول لمصداقتة كتة لانه بصدقها كتة بعرفها كتة هيصدق الكلام ده طوالي الحصل انه يا اخوانا الناس كلها عندها احساس بالانتماء وبالحقية في الاعتصام ما دار الاعتصام ينفضل صح؟ فوجود كوز ولا ابنجي مندس في الاعتصام الناس ما دايرينه انا ما دايره اي زولتاني ما دايره لكن كونك تدور اشاعة عشان تحفظ الاعتصام انت فضيت الاعتصام ما اريد للان شانو انوا انوا واينو انوا دايره اخوانس احساس مؤنجي مندس تعالنا اط Bareقوا انه انوا من هنا صاح؟ انوا له علقيف انوا قاعد اع مش نتم في الاعتصام انا قاعد اعمش نتم في الاعتصام بدير في منسطات باحثين السودانين بحاول ابيث الوعي وا واي دابوا انوا اجيب متحدثين ابتاع 있고 معناه انا من مصلح هي الاعتصام انوا انا باجيب ناس زيادة عشان يصبوها مثلا كده؟ انا قاعد اضيفلي الاعتصام مش قاعد انقص منو فانت عملت شنو? انت مش خايف الاعتصام? انت عملت حاجة خلدني انو انا ننقصنا الناس من الاعتصام فاول حاجة لو لجيت اشاعة انو فلان الفلانو حاليا في تصفية خسابات اخوان اي واحد فيكم ممكن انا اجور رسولتو من الفيسبوك واكتب جنبها كلام وهاريزة اي زول فيكم? اي زول فيكم حاليا عرضة للكلام ده لكن بتختلف مستوى التأثير بتاعك انت دا لو شايفينك مؤسر لو يدت والله فيك رقشة ولا بتاع اخيرنا تفطفك بدر بدري نرجدك صلطة سريع سريع انا زول ناشط وعندي اعدائي ما بكزي اعدائي ده الممكن لقافييني فرصة الدعم السريع لقافييني فرصة الجيش لقافي فرصة اي الناس الامن الناس الامن اذا طلعت عنا من فيديو يا اخواننا الفيديو ده اتشاف سبعمية الف مرة انو كيف جهاز الامن فيه سرقة وتعزيب وبيوت اشباح الكلام ده لما طلعته سنة 2008 قبل 11 سنة طلعت فيديو عن جهاز الامن والمخابرات الوطن في انو كيف الوسيقى بتاعت الحريات بتقول مهمة جهاز الامن هي جمع المعلومات وتحليل او تقديم المشورة للجهاز المعنية مش مهمة انو يسجل الصحفيين واللي يصادر الاملاك واللي يكفل الصحف واللي الاخرين قبل 11 سنة فعندي اهم غبيلة معاي انا عارف الكلام ده لقافييني فرقة الدوني فراسي هل باقي السوار وباقي الميدان وباقي السودان دايري ساعدهم في الحتة دي لو دايرت ساعدهم صدقهم وانشر الاشاعة لو ما عسى ساعدهم ثبت عندك امشي فتش كلنا نحن كباحثين اول حاجة نمشي نشوفه بيمشي نرجع التاريخ بتاع الزول صح؟ انا صفحتي في الفيسبوك يا اخوانه من 2007 الليلة 2010 طهر لها اثناء يرسل في الامن تاجر السنة دي من اول يوم لحد الليلة ممكن ترجعته نشوفه التاريخ يعني ومفتوحة كل الحاجات فيها مفتوحة فيديوهاتي لايفاتي الصور بتاعتي الاخر كلها موجودة مش كده بس في 23 واحد 2018 انا عملت سلسلة بتاع الفيديوهات اسمها خلاصات الاربعين كنت كملتها اربعين سنة حكيت فيها عن حياتي كلها بما فيها الاغلاطة الشنيعة اللي عملتها عشان تتجنب الاجيال الجاية انا يا اخواننا زول باحث والساس جامعي ومهمتي ووظيفتي هي نشر الوعي وتمليك المعلومة والاخري فعملت السلسلة بتاع الفيديوهات دي يا اخواننا في زول بيقول لكم يا اخينا غلطة انا قلت الكلام ده كاستاز كزول بحب النشر المعرفة قلت الكلام ده وقلت يا ريت اي زولي صلى 40 سنة يلخص حياتي تقول اخواننا والله انا شفت وعملت وسويت ودي فورص ودي كده وكده 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 24 فيديو الفيديو الواحد في وزي 45 دقيقة فحياتي مفتوحة يعني انا ده انور من شي ده السيغاتي في نفسي وعود بالله من كلمة انا بفتكر لو كنت كوز مندس امنجي كان بفرتقكم بلو انا ده شخصيا لو كانوا يمدينة وفرتقكم والله بفتكر انه في حيات ممكن اعملها فرتقكم لكن الحصة وطن ان احنا دا انكم المؤمن انا شغال في التوعية بحيث انه يتلمزي هذا ونكتر مش نفرتق بعض فحكاية انه زول يقول لك والله ده كوز امنجي ولا بتاع انتك عتشكر في الكيزان لانه زول اخوك وصليحك شلته رميته وجدعته في الكيزان زي ما الكيزان بهناك كان بيقول لك انه الزول ده شيوعي عشان صين انه يحيدوا من الموضوع يعني فدا دي الخلفية بتاعت الموضوع انا شخصيا اي شعب تجينينه فلان ده كوز ولا امنجي ولا بتاع انا عارف انه في حرب حاليا بتاعت اغتيال الشخصيات وده يجوزوا من الفساد بتاع الدولة السابقة اللازم يجيبه ما المفروض احنا اسمح بيهو ولا نخليهش اللي قدامه القانون زول سرق يجيبوه يدرش القانون ده غير كده هل ما بصدق اشاعة ولا بمرر اشاعة فارجوكم لو لقيتو اشاعة عن اي زول خلوكم انه ده انا والله احرق وامود عشان البلد اي زول تاني لقيتو يا اخوانا اشاعة ولا حاجة عنه ما تمرروا سبتوها عندكم لانه اخطر حاجة ممكن تعملها انك تظلم لك زول وتساهم في ظلمه ويقول هو يا اخي دار لك الخير التدخل تقوم انت تحاول تشوت رجلينك بينار يعني هذا والله من وراء القصد والله يا اخوانا نموت عشان بلدنا ده الله يكرمكم يديكم والعافية ان شاء الله طيب بس انا سؤال بالنسبة لتشكيل الحكومة المدنية طبعا فيه جزء من الناس بقول انه الحكومة مثلا اشتكت من التكنقراط حكومة الطفاعات وفيه بعض الناس بقول انه حكومة مستقلين مثلا فدار اعرف فيه فريق بين التكنقراط ومستقلين ولا حاجة واحدة الحكومة بتاع التكنقراط دي اخوانا حكومة بتاع كفاءات لا حزبيين ممكن يكون حزبيين ممكن زول يجيك مثلا من اي حزب من الاحزاب كوزير صناعة ولا وزير زراعة ولا مالية ولا كده لكن انتماء الحزبي ما بأثر على اداوه يعني مصلحة السودان اولا فما في فريق بين حكومة كفاءات وحكومة بتاع التكنقراط اذا كان الفترة الانتقالية لا حزبية يعني ما ما لو جاك من حزب ولا من قر حزب هو بيجيك كفاءة ما بيجيك حزبي يعني ما في محاصصة ما في انو الحزب تا عنده ثلاثة مقاعد تا عنده اربعة مقاعد لا 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 احيان دعين افضل زول لوزارة الصناعة نشوف السيفيات السير الزاتية كلها افضل زول للحتة دي بنختاره طلع شفت شيطان رجيم مش افضل زول طوالي خش في الحتة دي الدولة المدنية كده والله لو كان كنت السؤال طبعا انا ما عندي ما عندي اجابة الكلام انا ما عندي اجابة الكلام ده انا شخصيا انا نور ما عندي اجابة الكلام ده ما بيطلعكم اذا كان انا اعيزهم في نظام السابق وانا قد تعمل الهروحين تحريب القيادة اصلا ما بيطلعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة حرية سلام وعدالة حرية سلام وعدالة تسقط بس تسقط بس يا جماعة احنا في لحظات مفصلية بتاريخ السودان وبما يعني يكون السودان ولد من جديد او السودان اخر يجب اخذ استقلاله وفي مؤشر نحن السودان اخر السودان بيختلف عن السودان السابق اللي قوله فيها عقولنا وتعرفنا عليه عن طريق الجهويات وعنصريات وهلوم مجرة فما اود ان اقوله كإنسان عايش كل الحقة السودانية يعني استقلاله عايشنا ونحن صبيان في المحل كل اكداي يمشي في الشوارع يا استقلال السودان يا ساكمارسي يا نجيبي يا هاو مش عارب عايشني اكتوبر اه ابريل رجب كنا برا لكن الحمد لله ان احنا جاد ستة ابريل من العصر جينا احنا جديد الحقيقين جينا في العصر العصر ده كان اسفع اللحظة واذا كان واحد ما عنده الشجاعة ما يقدر يجيه في هنا منطقة المسجد ده فان احنا الشدار اقوله انه ان احنا عشنا امشينا حوالي اربعة شهور او خمسة شهور هو بليد محور فكا يتااااا كوز ما كوز احنا حقوا نتجاوز نطور انفسنا نطور انفسنا نفكر للقادمات احنا الان في صراع بين الحكومة مدنية وعسكر بيصروا على انهم يحكم البلد وكول المماطيات بالمقاييس ان الحكام العسكريين ما يكونوا يجماعة للحكوم يعني الليلة مثلا الطالب اللي يكون الليلة حربية انت بتدربه تدريب خاص عشان يقاتل او يدافع عن الدولة. يعني كل وظافير. تدربه على الازغاء. والإن لا. خشمو ما يفتر. خشمو ما يفتر. انت في الجامعة بجربوك على وسائل النقاش. آآ بحث عن حلول المشكلات. عشان في يوم من ايام دي تعمل كزا 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 كزا. يعني اديكم مثال بسيط آآ لقائد منسل شيرشة. كان رئيس وزرا في بريطانيا. ففي اجماعة اثناء الحرب جاء واحد ادميران البحر. وقال له يا اخي والله بس من نظر السياسية كزا كزا كزا. قال له يا ادميران والله لو بس قدرت اطورت البحري بتاعتك وسكت احسن. حكيت آآ معضل السياسية وما معضل الله ده ما شغلك انت. خليه. اسكت خليه ده ما شغلك انت. فما واحد انا اقول يعني ان احنا ينبغي اننا نطور انفسنا ونطور الفهم بتاعنا. ما نتخندك حكاية اه كل مرة نقعد بس كده كوز وما كوز. ما يا اخي طور نفسك افطع من الدائرة دي. لانه اذا ما طلعت من الدائرة حتى تتخندك في نفق مظلم كل وقتك في كوز ما ادراك ما كوز. ده خلاص احنا نتجاوز. ان احنا يعني ده عصر بتاع علماء وعصر بتاع باحثين. يعني انا مفتكر انه يعني اتجاه ما شبهو الاخوة هنا في في المبادرة حقيقة الباحثين ده هو الاتجاه الصحيح. ان احنا محتاجين ليبعوا علماء الاجتماع. على الاجتماعي يورينا يعني يعني مش التضغف في التحول الاجتماعي وتغيير الحاصل للشباب. والشباب دي لانها بعد من انفضوا من هنا نقدر يعني نسيرهم كيف ونمجيهم كيف. وكيف نجد لهم نحل مشكلاتهم ونحل قضاياهم. وكذا كذا يعني. يجي بتاع العلوم السياسية يورينا مثلا على علاقة بالنظم النظم العسكرية ونظم الحاكمة. يعني احنا بخير لا استخدام ده لعونة التواصلين. بنفتكر انه يعني الاخوة العسكريين او العسكريون هما مهمتهم دفاعا شرف البلد. صراحة يعني انا قلت كلام ده في منتجات خارج خارج المنطقة دي. قلت في لكن بس مع الاسف انه الحكام لهم والسابقين ما بيسمعوا الكلام. ما بيستفيدوا. يعني انا اسكن قلت في المكان بيجي فيه اناس اخواننا بفتحوا بفرص برضي يعني. بقول الاتجاهات والاراء يعني. فهم بيجي مع اناس اخونا محمد ابراهيم عبدالكبج من الكبار الحزب الاشيوعي. يعني نخد افكارنا وارانا. فانا قلت يا جماعة يعني اذكر قلت يا جماعة للاخوة يعني بدون ما حيستلبوا الدولة. الاخوة الذين يشتغلون بالامن والمخابرات يعني يبتعدوا عن الصراع السياسي القزل. لانه اصل الصراع السياسي اصل حاجة قزلة. يعني انا قلت له ما ممكن اكون لابس كاكدة. كاكدة هو شرف. يعني لله الحمد لله احنا هنا في القيادة نشوفنا شرف الكاكدة. شرف الكاكي فانك انت تدافع عن الوطن. تدافع عن شعبك واخوانك. شوفنا المسألة ليه هنا. شرف الكاكي اشرف من انه انا والله مش ابحث عن بقايا موائد. يا جماعة والله خدتني والي خدتني محام واعتمد مش عادة ده 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 بسموه بقايا موائد. فان احنا يا جماعة نحر نحر انفسنا ونحر عقولنا ونطورها. نطورها نرتفع المراقي اعلى من كده. وافتكري يعني الانسان اصلا هو بيفيده المفات. فيعني اه منطقة المنطقة النقاش هو ابداء الاراء. ده يتحقيق الانسان ذات بيطاور نفسه. انت لما كل مرة يتعطيك فرصة تناقش واخرين يفيدوك. ده اللي بخلي انسان يتطور. بخلي انسان يرتقي لمدارك تانية. فانحنا انشاء الله يعني حانو قعد ان شاء الله الف سنة هنا ده. بيذن الله سبحانه وتعالى. لغايد ما من حق المطل حقا هو مدنية الدين. دي ما فيها نقاش ما فيها كزا وكزا. وزا انحنا عادي نستلهم العبر او نستخدم القياسات التاريخية في التوقع عندنا تجربتين اكتوبر وتجربتين اكتوبر وابريل رجب. في اخطاء مننا احزانها كشعب. اخطاء لانه فيه خارجية بتشكل عقولها. بسرعة جدا نبتدين احنا نشكل في الديمقراطية. وتم انا في اموش عارف ايه بتاعنا. انا اذكر ايام احقوبة السيدة صادقة المهدي. الله يزيله خير يعني بربو. الناس كانوا بيقول العذاب ولا الاحزاب. احنا رجعنا نقول يعني العذاب ولا عمر ابليس. العذاب ولا عمر ابليس. لانو اشرفناه في عمر البشير ده. ايه تفوقوا على ابليس زاد. والسف بالدين والسفوا بالدين. وعرضوا نقاء الدين وصفاؤوا للكدر. عشان كده يعني مع حكاية كوز ما كوز ارتفوا ارتقوا. ارتقوا من المسألة دي. ونشوف يعني موضوعات ارقى من كده ونحور حوله عشان نشوف البلد دي حتى يجده شكرا جزيلا. بس انا دار اعلق عن شيء مهم قبل شوية كان ذكر الدكتور ابو استاس الوعي. احنا لازم بيناتنا نكونوا واعيين شباب واعيين جدا. نفس الفيديوهات اللي بتتنشر بتتنشر فيها صواب وفيها خاطة. لكن غالبا الان بتتنشر ما يتزييف بعض الشخصيات البارزة اللي في وسطنا. اللي احنا نلتف من حولها. لو ما بقينا واعيين فعلا هنفقد قيادة واعية جدا ونبيها. الكلام ده باجي من وين? باجي منا حكومة الصاقطة الان دي. حكومة الانغاز. حكومة الظلم. باجي منا هزادة. كلام ده بحصل منا هي مباشر. ولا من حزب ولا من بعضنا افراد بيناتنا. منا هم مباشر. يتبلي جايش يبعملوا فينا هنا وماصر اقتنعنا بنفسنا. وجينا قاعدنا مع نفسنا. بيناتنا. ما حنصل لمرحلة مفصلية مع انهم تماما. وازبطوا تماما كل البراهين الموجودة. انهم حتى الان موجودة ما سقطت ولا اي حاجة. اسألين حتى الان. نشوف ان احنا بنزبط خمسين في المئة. لسه ثورتنا دي بنزبط خمسين في المئة. ما نزبط مئة في المئة لأي يزبط. ازباطا ويدلالا. البشير ابن عوف. فعلا نكوننا واعيين جدا. ولسه نتمنى من الشاب يكونوا واعيين. البشير له ابن عوف. من ابن عوف للبرهان. ما هو البرهان. في اليوم الليلة. زول بي بدخل له زول في بيته عشان مباشر كذا. انا ما عايز في المشكلة البروبية عن الزول ده. بي بخش في البيت عشان انا اغشى. ابدا. البرهان الان السيسي الدخل في مشاكلنا الداخلية. من اجل منو. من اجل نصرة السيسي. السيسي من اجل اطلب نصرة البرهان. البرهان من اجل نصرة منو. لا ابدا. حكومة الانقاذ بس. كلهم مرتبين الكلام ده تماما. ولا يدوار والان يختنع بافكارهم تماما. الان السيسي اللي بتدخل في جون الداخلية ده دا. داير البرهان يزبط. البرهان سبت. سبت حكومة المؤتمر الوطني سبت الكيزان دي موجودين حتى الان عندنا. اي واصلا ملتفين من حولنا. ملتفين من حولنا تماما. زهبوا ايه ما زهبوا. ابدا ما زهبوا نهائي ليس من الاسباب. موجودين لكن احنا موجودين برضو حتى الان. حتى تقوم الساعة. نتوم تاني سبا زيادة ونزعط براجي. لسا مبشرين لنا. جاوب قطر اول. مجه بشرين لنا بتلاطة اختار لسا. يوم بكرة كان ربنا زهل. انتنا قطر جاي من عطبرة. واهلنا في كردوفان واهلنا في دارفور واهلنا في شمال. كل الولايات قادمة. ونفس الهموم مشاركان تلفون الصباحي من الشرك من الغرب من الجنوب من الشمال. حتى جنوبين كنا من العارف معهم بدري في الجامعات وفي بعد المراهد وبعد الاعمال. مش هناك الان لا الان ارغام محتف زنبا يدقوا الحاصل شنو انتو. نسدلين الفيديوهات الشي الحاصل عندكم. جزء الان يقول ان هنا جايين نشارك زاد نشارك عديل. سبدا ان ده وطن واحد. قسم ممنو قسم البشير. بشير وناضع. ده ما ناضع ده دار. دار. ونحنا لازم جماعة دي حاجات مهمة لازم لانتبهي لها تماما. لان هاسا حاليا نحنا غير مدنية لا نقبل بحكم ابدا. الان السيزة هو بتدخل في مواضعنا الداخلية. هل عدا جين دي مصر هنا. وكيف قدام القيادة نسج جهاز التطل قمات. قدنا نحنا مباشر المواطنين من اهلنا قدمنا دماء كل مدنيين. ثورة كانت سلمية مئة المئة. لكن حكمت الانقاذ هي دائرة تشتت الافكار. لكن ربنا نغادر ومريد. ينزع الملك من يشاء. السلام عليكم. اوظنوا في الغصيف. استمد اللحنة من اطفال. حارطة التي ما عرف الصغالات. قال فان استمد اللحنة من الجدازل والثغول من الصبايا والشهول يا بلبلن. غنى فعياه الغناء. لم ينج امامك بلبل سوى الحقيقة مرة. ان تستوي مثلهم او تبطقوا بالشهادة. او تغنيهم نحنة مآثيرة عن معنى الخلاص. تنقى وقت ابصار المعاني تحتبي خجلا في الابنوسة. فدهديني ملايين المعاني بين حباس الصوت او الاف الاغاني. ابنوستي انا لست عيسى كي افجل في الارض البوار او اقول عيسى لامسه حزان الوجود. انه انه مغلف بتراثل الحقيقة. انه منت تسربل عبر الضروع والحناية. انه منتبدد عبر الاف السنين. يا محسنين. يا محسنين. يا محسنين. هكذا عاد يغني لحنه هذا في كل البغاء. لم يعرف من هذا النشيط. لم يدري بان الناس تفعل مثله سر وتنتظر الظهور. هذا في مدينتنا التي ماتت على بوابها كل الحقيقة. في مدينتنا التي زبحت على عتباتها شرف القبيلة. كانت مدينتنا غديما غانية. كانت كام حانية. كانت تغول ولا نغول. كانت تجول ولا نجول. كانت تطدم مرضاها وتمسوا حزان الوجود. كانت تراغصنا طرما على الحقيقة. ويعود يا شغل السوال. كيف الناس في بلدي? فيوجز غائلا. هم مثلهم. يتشابهون في الصراخ وفي السكون. يمنحون الناس حبا في الصباح وفي المساء. يمنحون البانة مع الاعتدال. ولا اعتدال. غانمتهم فجعتهم. غانمتهم فجعتهم في هذه الحياة. ما زالوا يحاربون الشمس والخبز وحبات الميلارية. وبعض حلام الصغارة. لكن لهم دوش وعادي يسألون من صادر الاحلام في وضح النهار. من صادر الاحلام ولم ينتظر حتى المساء. من صادر الاحلام في وضح النهار. من صادر الاحلام ولم ينتظر حتى المساء. ونامستهم ما زلت ابحث عن اجابة. اه منتدى الباحثين. وكلام الاستاذ يعني حرك الفضوض فيه بان انا اه اما اتهتكلم. حرية سلام وعدالة مدنية غرار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية غرار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية غرار الشعب. طيب احنا ما نقول حكم بدني. انا دار ارود لكلام الاساس لانه اصار في الفضول بالتحديد بينه كيزان مفروض يعني احنا نتجاوز اه نتجاوز حكاية كوز وما كوز. انا بقول من ناحية نفسية لما نتعمل الاساس مفروض تتخلص من الاسار بتاعت النظام المستبيل. لانه النظام المستبيل بيكون بعض الجراسين بتاعت الاستداد نقلة للشعب عن طريق الضغط وعن طريق الممارسة للسداد لفترات طويلة. والتخلص من اه الاسار بتاعت الاستداد يعني في حكاية الثلاثين يوم. الكلام ما ممكن افضل. او بيكون فوق صعوبة. لكن ممكن ازا احنا اجاوزنا الاسار النفسية للسداد. بالتعافي تدريجيا. طيب المدنية واحدة من الادوات التي تتخلص منها من الاسار السلبية العملة للسداد في فترة التلاتين سنة. ليه كزا في الفترة بتاعت البداعة الانتغالية ما يكونوا موجودين. في الحكومة المدنية الانتغالية ما يكونوا موجودين. لانه هم اصلا حتى اليوم الاخير كانوا مسرين على ممارسة الحكم بصورة مستبدة. وكانوا محرسين على اغصاء الاغرة. وحتى الذين قبلوهم اللي هو حوار الوطني. ما ادراك ما حوار الوطني معروف للناس. انه اربع سنة استمح حوار. في حين المشكلة السودانية وفي ارادة وادارة ارادة وادارة ما بتفوت لها خمسلاشر يوم. وازا كان في تجرد. فما في اي فوصة. لانه القيزان نحن نقدر نتخلص منهم في الفترة الانتغالية. في الفترة اه بعد يعني الانتخابات. لانه الفترة الانتغالية هي فترة بتاعت اساس. زي الاساس بالنسبة لانك دارت عمارة. فلازم السازة يكون بصورة مهيئة وده كلام مهندسين. يكون مهيئة عشان تقدر تبدو بنيان لقدام يكون فيه. اعطابة ليكون فيه مشاكل. فما في اي فرصة. لا الكيزان زراعين معروفين. وممكن في يعني من المفكرين. الاساس محمد محمد الله زكر. زكر سنة الثمانية وسبعين. انه آآ آآ لقد فاغصوا الظن العريض. كل ما اسانا فيهم الظن. نجد اننا حصلنا فيهم الظن. فهم بهم زي بيغيروا زي الحرباء بغيروا جلودهم كلهم. كل فترة. الجبهة الجبهة الميساة. الجبهة الاسلامية. آآ المغطمر وطني. معروف ان المطورة الاسية يعني يمكنكم من الجمهور. يعني المطورة الاسية اسمها المطورة السوداني. سرقوة للتبالي التسعيلة ايما. اكنا لحد هذه نحن كنا حاضرينها جزء بالنا. المطور الوطني. المطور الوطني هو اسطر اسم المطور السوداني. وكانوا مدى نخسره لانه بسبوع التفاصيل. والمرحوم عبد المجيد امام خش فيه قضية. ولما يتوفى الشارع اسم الحزب باعتبار انه واحدة الاطراف يتوفى. فما في طريقة لانه لانه زراعي. وسي حيغيروا اسم الحزب. ويجي بين نفس المنهج. لانه المشكلة ما فيهم هون كيزان كمسمى. المشكلة في المنهج. المنهج يداعم معطوب. المنهج يداعم منافل لحركة التاريخة السياسية. منافل لحركة الانسان السوداني. ومعروف انه اه الرواي طيب صالح. قال من اين هتا هؤلاء. ما بيجبهوا شعب السوداني. بامان وده. دي التراكمات بتاعه. انهم ما بيجبهوا هالشعب السوداني. فارقوا العراب بتاعه. وفارقوا حتى كلامهم بيقولوا. يعني حتى الشعرات الرفعوة. الشعرات الرفعوة زادة. لو هم طبقوا الشعرات الرفعوة دي زي ما بيقولوها بتطبيقوها فعليا. ما كان الناس صارت عليهم. كانوا بيقولوه كلام. ويعني اه معروف انه بيقو بيأشر شمال وبليل شنو? يمين. يعني حتى بتكلم عن الحوار. زل بتكلم عن الحوار. هو في نفس اللحظة بيتم الحوار. بيقول بيقول لك المظاهرات حق حق سلمي وحق اه اه مشروع. وفي نفس اللحظة بمارسة بدي اوامر للغم. فما في فرصة. فما في فرصة. ازال نحنا سمحنا. لالكيزان في الفترة الانتغالية. نحنا نكون اجحاظ من صورتنا بنفسنا. ما في اي فرصة. وشكرا. شكرا جزينا. بس. ازرم للمرة ثانية. الكلام ده شرح به الرئيس الجمهورية الظالم عمر البشير. عند مرور الولايات. شال فيها احمد هارون. وشال فيها ايلا. انه التام الشارع. وبعد اسبوع على عشر ايام جابوا من رأسه مباشر. شالوا من الولايات التام الشارع. ووضح انه في الولايات في شمال كردوان وفي معايلا هنا. انه الفترة الجاية الدار يحكم بغير اسم المضمر الوضني. والخدعة كانت واضحة. سمه المجلس التشريع. المجلس الانتغالي. يقول فيه البرهان الان ده. الفيور البرهان الان ده. نفس التصريحاته كانت موجودة. البرهان نفسه هو متنبشير وهو جزء منه. وده ولد البقر. ولدك البقر بيته. اما انا بيته ما به. ده ولد البقر. ولد الحكومة اللي انغاز البقر بالنسبة له. الاكبر دليل. طاغي حاكمة تلاتين سنة شعبي متربع على ضحره. ات حاكم في الكرسي تلاتين يوم. ما قادر المطالب الشعب اللي كفت اهمك دي تصدر بيان تريحهم. كلام واضح وصريح. البرهان وده البشير البقر. وده حكمة الانغاز البقر. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. طيب عندنا اخوانا في العيادة الميدانية الليل عندكم برضو تدريب بتاع اصعافات اولية ده حيكون البرنامج اللاحق كده كده نكون قفرنا الجلسة بتاعة الباحثين السودانيين بتاعة النقاشها المفتوح في المشاكل وافاق الحلول للمستقبل ان شاء الله والحد بكرة حتواصل البرنامج ده البرنامج بتاعنا اخوانا فيه فقرات سابتة اللي هو الدورة النادي بتاع المخاطب بتاع اللغة انجليزية دورة الخطابة الجماهيرية العيادة الميدانية الاسعافات الاولية وبرنامج سينما كتاب مع اخونا نازم كمال الدين وان شاء الله اخوانا نواصل سقطت ما سقطت صاب بنا السلام عليكم ورحمة الله